حوارات من القلب مع شخصيات ملهمة حقاو انجازات فريدة بالنوع في رحلة الحياة لتحقيق الحلم الشخصي في حوارات مع باس كابتن محمد مشرفني جدا جدا وكان نفسي أنا في اللقاء ده من زمان وأخيرا قدرت عصر أهليك ولقنا بعض وحاك مشرفني جدا وانا والله كنت نفسي أعود معك من فترة طويلة انت عارف وكلمنا من تقريبا من سنة أو اتنين وكنا منتظرين ان احنا نتقابل وأنا فخور ان انا قاد معك النهار لانت مش شخصتي الجميلة اللي انا أصلا بحب يعني اسمعها رجل مثقف عندك وعي حلو وقوي وينادر انك تلاقي حدي ملمي بكل الحاجات دي كلها وبعدين زي ما قلت لك انت شكلي يعني شكلي الفايتر فانواحد بيحب الكلام ده لأ طبعا أنا فخور بحضرتك مش عنا بس يعني أنا ومصر كلها وستزل فخور بك يعني إلى ما إلى ما انت عارف ان عيد ميلاد الميدالية الأولمبية كان من قمة تيومين كان 18-8 يعني أنا جبت ميدالية أولمبية ومن قمة تيومين اعمل لها عيد ميلاد وبعمل لها احتفال وكذا كابتن محمد انت الصاحب المدالية الفضية في الملاكمة الوحيدة في تاريخ المصريين والعرب وافريقيا وزني وزنك كمعنا فهم يعني وزن فوقت ده وزني صعب قوي وزن المفتوح ده مصيبة يعني اسوأ واخطر واصعب كابوس الدربة الوحدة كفيلة انها تنهي حيات بن قدم الحمد لله انها جد كده وعدت لكن مفيش حد خد فضل في تاريخ مصر كلها في كل الاوزان وحتى العرب كمان هو فيه كان سلطاني كان جزائري يعني خد دهب وزن 63 ده في اولمبياد كانت اطلنطا كانت اطلنطا 96 كانت في امريكا تاخد والله ارحمه طبعا هو توفع يعني وكده اه 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 وهي خدتها في اتينا في اتينا 2004 2004 يعني نهارده يعتبر عد عليها تقريبا اه اه 19 سنة اه 20 سنة 20 سنة اه ليه ما فيش حد غيرك خد المدالية فضة والمدة 20 سنة تانين ما خدش اي نوع من المداليات خالص في وزن الملاكمة ايه الفرق بالمحمد رضا واي لاعب تاني في الملاكمة في مصر سواء نافس في البطولات العالم او لم ينفس هو هقول له حضرتك الكصة دي يعني السؤال ده انا سألته كذا مرة وحنا ليه ما عملناش ميداليات تاني يعني فيش على محمد رضا واحد يعني ما اكيد فيه مصر ولادة بتجيب ناس كتير وناس ابطال يعني ولكن هيا الفكرة هو اه يعني مش عايفه اقول لك ايه اولا الاولمبيات صعبة يعني اعلى مستوى ممكن في الرياضة هي الاولمبيات مش طورة العالم مسلا ليه بطولات العالم بتيبقى سهلة مش سهلة بس بتبقى سهل بكتير من الاولمبيات مفهاش التأهيل الكبير انت في الاولمبيات كان وزني واحد وتسعين فوق واحد وتسعين كيل لو اعتبر فوق تقيل ووزن تقيل ماذا صعب قوي الوزنين دولت كان بيتأهل ستاشر ملاكم بس على مستوى العالم الاوزان التانية بتأهل اتنين وتلاتين ملاكم فحتى فرصة تحقيق ميدالية في الاتنين وتلاتين اعلى من تحقيق ميدالية في الستاشر على اساس الستاشر دولت منطقين يعني عارف انت انت اول قرتك وبعدين اه تعد اول عالم فهم بياخدوا الناس اللي هي لها لطبعا عشان توصل ده بيتمر بايه بتمر ب اه اه انا مثلا كان عندنا حاجة اول حاجة اسمها المجموعة القرن في سابق تتقسم ساعتها تقسم الى خمس ما جميع احنا كنا في مجموعة مصر كانت مجموعة حاجة اسمها المجموعة الخمسة فاولا انت لازم تاخد اول مجموعتك او مجموعة الدول اه لو اتكرى مثلا اربعين دولة فبتقسم على اه 8 دول كل اللعبوا بعض وبعدين ياخدوا الاولين بعد كده بنلعب الدورة الافريكية فبتحط بقى الدنيا كلها المجموعة دي بتلعب مع بعض او ايه او ايه او ايه او الابعين بيرواح اه خلاص فياخدوا منهم اه في كل الاوزان اول وتاني وتالت مقرر وتالت يعني اربعة الوزن بتاعي لا بياخدوا اول وتاني بس من الكرة في الكرة بقى الكرة كلها اكي ف لو احنا عندنا خمس دي المرحلة دي الخطوة اللي بعدها ايه لو احنا عندنا خمس كرات فانت بتتكلم كل كرة بيطلع منها اتنين بس في الوزن في الوزن اصبحوا عشرة في ستة بتأهلوا عن طريق بطولة العالم لازم تكون اول عالم عشان تخش اصلا اصلا تتأهل ادي كده 11 وبعد كده في خمس بطولات زي بطولة العالم بالزبط بياخدوا منها الاول الحاجة اسمها التأهلية دي بقى ماتباحة المؤهلة المؤهلة بقى للولمبياد فبيتبقى في الاخر 16 ملاكة دي لو بيتصرعوا عليها بقى عشان يتوصل لولمبياد تلحق تلحق طبعا بقى للولمبياد فانت بتتكلم في 16 ملاكم 16 ملاكم يعني يعني انا هقول لي حضرتك حاجة غريبة جدا انا وانا قاعد اه مفكر عاوز العب مين مش لقي حد يعني انت عارف ساعات بيتصلي وتدعي تقول يا رب انا عاوز الرجل دي يطلع في القرعة بتاعتي لو يعني فهمتك مش عارف مش عارف تلقي حد تقول يا ريد ده اه كلهم كلهم زي بقى مصائب كلهم انت بهم الفكرة فالولمبياد دي حصل فيها حاجات يعني جدي يعني كاية غريبة شوية ربنا اكرمني اول ماتش القرعة بتاعتي وقعت مع بطل الكاميرون من افريقيا ولد هو محترف دلوقتي رقم ثلاثة يعني هو دلوقتي رقم ثلاثة على مستوى العالم للمحترفين في وزن فوق التقيل وهو قاعد فرنسا بقى له سنين طويلة وباسم الله ما شاء الله يعني هو صحبي وهو رجل ملياردير دلوقتي من الملاكمة من الملاكمة لان هما الاركام في الوزن فوق التقيل في الاحتراف قال ماتش يعني ممكن مثلا بيعمل له مثلا 8-9-10 مليون دولار مثلا انت فهم قزي غير بقى الرعاة اه ده الماتش الواحد الماتش الواحد فطبعا هو بقى له سنين بيلعب فطبعا باسم الله ما شاء الله ده اول ماتش لعبته كسبته في دور الستاشر وكان ماتش صحبي كان اصعبهم يعني كل الناس كانت فاكرة ان ماتش كوبا لان كوبا بطل عالم اول عالم وبطل كبير كوبا هما ملوك ملوك الملاكمة ملوكبة الهواي في العالم متساعدين بقى لهم 50 سنة بالزبط وبعدين لعبت انا مع البطل الكاميروني كاميروني اسمه كارلوس تكام يعني هم مشهور كارلوس تكام معروف يعني على مستوى العالم دلوقتي كمان حد دلوقتي اه طبعا فاا كسبته 3219 طب ده حاجة خرفية طبعا ده هزيمة منقرة وكماتش قوي جدا وخدت كمية لكم في الدلوع توقف نفس اي حد انت مش عايف تتنفس انا بلعب الجلل الاخيرة تقريبا كنت بتنفس مش عايف ازاي يعني انت الحمد لله المهم اللي ده حكك بعد ما كسبت انا وهو نزلين لقيتهم بياخدوني علشان يحلولي منشورات انت فاهم قصدي وده طبيعي طبيعي ذات اللي بيكسب غير العينات العشوائية بيختار اللي بيكسب لازم يحلل طبعا وهم بيحلولي فانا اما لا اتحك اقولهم يعني طب لو يعني هاي حلولي انا والحيوان ده والوحش ده اطخم منك واتقل منك اتقل وعضلات اكتر مكتير طبعا وهو قوي يعني هو لعيب قوي بس انا برضو خب بالك انا ايدي ايدي يعني انا ممكن ماكونش حجما ضخم عضلاتي كبيرة ولكن عصب اللاكمة الحمد لله لو حد كان خد ضربة بيدي اليمين اكنه بالضبط واقف على فولت عالي كده كهرب الف فولت عالي دماغه اللي هو مش مساد انا ولت بيها دي مش حاجة تكسبها فيها جزء جينات وفيها جزء كبير لايان نوكاوت باور يعني العصب اللاكمة اللي انت النهاردة تبع عصب لكمتك يوقع بتركع برضو جينات بتاعتها عشان تقل العظم عظمك عامل ازاي كسفت العظم بتاعتك عامل ازاي تاني حاجة سرعة ايدك عصب لكمتك فده فيه جزء جينات وفيه جزء طبعا تدريب وانا اعتقدت جزء التدريب اقوى من الجينات قدرتك كمان انك تحط تقدر انك توزف القوة دي كلها طلعها في ايدك في اللاكمة اوه انت عارف هو ساعات بيسألونا انت بانت زي تجمد اللاكمة يعني ازاي تضرب ضربة قوية مو ازاي الضربة القوية ما بتجيش من الدراع ولا من الكتف وزي من الناس متخيلة الضربة القوية بتجي من منطقة الكور الوسط وازاي تنقل وزنك كله يعني انا مسلا كان وزن ساعتها مية عشرين كيلو اه مية عشرين انت لعبت مية عشرين كيلو اه انا كان بس ده وزن خرافي انا كنت بلعب ناس مية و لغاية مية خمسين اه وانا وزن مفتوح كمان فانا كنت بلعب ناس وحوش ودول اجسامهم برضو كويسة ولا بزي زي الملاحمين الايام دي لا 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 اجسام كويسة وعصب جامد لا لا اه انت غلاق زي لدهم قطر يعني ما هي الضربة بفوق التقيل هي ضربة يعني غير الاوزان الخفيفة الاوزان الخفيفة مثلا تشوف فنيات كتير بسرعة وحركات الاوزان التقيلة لا انت لو زبطت مجموعتين حلوين ووصلوا هينهوا اي اي بناء ادم يعني والحمد لله اكسبت الراجل ده ودخلت دور التمانية اه لعبتي مع بطل اوروبا كان ميليتوانيا والحمد لله اكسبتوه وبعدين وصلت دور الاربعة مع بطل عالم اه كوبي وما حدش كان متخيب اللعبت لعب كوبي والحمد لله انا ووطل كوبا اكسب ووطل عالم وكنت عارفه قبل كده اه طبعا في ناس اللي قابلت معهم في ماتشات قبل كده الكاميروني الكاميروني قابلته قبل كده في ماتش وكسبته بس هو بعد الماتش اللي انا لعبته معاه كان قبل البطولة دي بحوالي ستة شهور سافر كوبا قعد ستة شهور فرجع واحد تاني يعني رجع ملاكم تاني قعد ستة شهور في كوبا اه اتحول انا طالع بخطة ورح معتخل معخل البوكس اصلا تبش رحل بالك كوبا دي عاملة ازاي انت عارف لما تروح كوبا هزاي كورا في برازيل تقريبا بس الموضوع كمان اصعب شوي بمعنى ايه يعني انت النهاردة اه تروح تقولهم انا عاوز انا عندي بطل وزن فوقت محمد رضا ده مسلا فانا عاوز دلوقتي ملاكم يكون طوله اتنين متر ويكون اشول ويكون سريعة اللي تتضرب معي عليه من قطر الملاكمين هناك انت بيفصلولك كل الملاكمين تقادر تنقي عشان عددهم وبطولة كوبا لما تتفرج عليها انت بتتفرج على يعني انهاء البطولة انت بتتفرج على انهاء بطولة عالم وساعة اقوى بطولة العالم رص يعني مدبحة انت تقعد تتفرج كده الاولاد هناك بمناسبة بتتضرب معاها عشان لعيب معين هيجيلك ساعات احيانا ما تلاقيش اللعيب تلعب تعمل سبارج معاها او تلعب تجهز معاها على شكله وجسمه واداء المنافسة اللي انت راه تتمرن معاها دي بتواجهك مشكلة فيها ساعات بص هؤلاء حضرتك حاجة انا كان المشكلة اللي بتواجهني اصلا في مصر انا كنت في منتخب مصر قعدت سنين طويلة فانا عندي كل الابطال اللي بتمرنوا معايا كلهم اوزان اخف مني كلهم ابطال كبار وابطال عالم المصريين يعني اللي انت بتعمل معهم تدريبك باستمرار بس كلهم اخف مني فما كنتش اقدر العب فباستمرار العب خفيف علشان خاطر دولة زميلك ومش وزنك فده بيدعف من مستوك جدا طبعا اه فبيخليك لا ما كانش في حد في وزنك وفي قوتك او قوة اكبر لا انت بتتنافس معايا فبتلعبه منشط كتير او سبارين كتير المنتخب كان عبارة عن اتناشر وزن وانا وكل بطل في وزن فانا فوق التقيل والتحتية بقى تقيل وكمان اتقيل وخفيف تقيل وديهم مش مش مؤسرة يعني دي تعتبر برضو حاجة عائق يعني زينك تعرف عندك ده جدا 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 هل المعسكرات تحل محل ده الله ينور عليك اه وكانوا ايامها احد الملاكمة واعي بموضوع المعسكرات وبيطلعك المعسكرات فعلا تعمل لك تغطي لك الحتة دي وتعمل لك الطفرة والنقلة دي بص كان بسك الاتحاد ساعتها دكتور الله رحمه احسن اليه دكتور اسماعيل حامد دكتور اسماعيل حامد ده يعني كان خبير في عالم الملاكمة عمل حاجة لطيفة اوي جاب الست الملاكمين اللي هما اتأهلوا الانبياد اه ورح واخدهم كده رح حطت ميزانية الاتحاد كلها ليهم الستة دولة بس وقال لك مليش دعب الملاكمة هما دولة طب ده رجل عبقري وسابق زمنه بكتير جئ وعشان كده فيه قعد قدامي دلوقتي وصاحب الميديليا فضي وطلع وطلع في الدورة دي تلات ميديليات اولمبي دي عمرها ما حصلت ولا هتحصل يعني ولا حصلت ولا هتحصل ما انتخدش بقى ليه النموذج ده واتقرر تاني واتقرر بشكل يعني ما انت عندك ايه حاجة ناك حد وبانت وجابت نتيجة ليه ما تبنناش الطريقة دي اه فكر فكر اللي هو هتبنعني منه في بقى الاتحادات كلها طبعا فكر طبعا انا عايز اصدر للاول عشان اه طريق انجازاتك اه جبار انت في 2001 حصلت على فضية دورة البحر البحر المتوسط في تونس 2002 2003 ذهبت بطول مصر الدولية الملاكمة فضية دورة الالعابة الافريقية ذهبت البطولة العربية في تونس برمزية بطولة الشيك فضية بطولة اوكرانية الدولية ذهبت بطولة النوريج الدولية وجيت في 2004 خدت المدالية الفضية في اكتر من كده بكتير دول بس اللي هم ظهروا بوليا لا 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 ده في اكتر من كده بكتير يعني هنحسبها قبل يعني قبل الدورة الانباية 2004 فالسنة دي بس السنة اللي هي دي اللي احنا كنا بنتأهل فيها احنا لعبنا لعبنا بطولة عربية فاخدت فيها ذهب طبعا كان بطولة رومانيا خدت فيها ذهب بطولة روسيا خدت فيها ذهب الدينمارك خدت فيها ذهب وكسبت فيها ناس كويسة جدا يعني كسبت فيها ناس ابطال اولمبيين في الدينمارك يعني كسبت فيها ولد اسمه ديفيد برايس ده انجليزي كان واخد حتى برونزي في الاولمبياد بتاعت بكين و و و وكنا بروح مع اسكر كتير بقى وفايت كتير وكده فالدنيا كانت يعني لان هو زي ما بقول لك دكتور اسمعين الله عامل ايه خد الفلوس كان مدرك الحكاية دي هو 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 غامر وزكي وقال لك لاعمل لا خلاص وللأسف كبير محمد الناس في المناصب دي بيخافوا من المغامرة عشان بيخافوا عشان الحساب بيتحزبوا لو بس هي لازم ولا يمكن لو مخدتش مخاطرة هتحقق اي شيء كما بقولها كده فازة بالملازات كل مغامرين وباتة بالحصرات كل مستكين ايه من اخر انه لازم تغامر في كل حاجة بس طبعا مغامرة محسوبة يعني مش هروح اجيب واحد اصرف عليه فلوس اتحاد وانا شايف انه هو اصلا على قده او تعبان ملوش مستقبل فلا مغامرة محسوبة في نقطة تحول يعني عمات الابطال دايما ببقى وراهم في حياتهم مدرب مهم ملهم جالهم في فترة في حياتهم نقل نقلهم نقلت روح البطل حتى لو مكملش مهم حتى لو رحل على الدنيا في حاجة في رحلتك في اولها اديتك العزيمة والارادة والرغبة في انك تبقى انا عايزة وباطل العالم عايزة حقق مدالية لكن عندك وجالك امتى هو مدربي اللي رباني كان اسمه عم حامل عثمان الله يرحم ويحسن ليه اه ده كان رجل اه كان مهتم بي وانا اول ما لعبت يعني كان واخدني مجاملة كده لابوي اه هو ساكن في الحسين وهو ساكن في الحسين وابوي صاحبه يعني فانا كنت عايزة اخش سانوي جوي فقال له طب هاتو والعب ملاكمة وهيبقى بطل وهدخل له سانوي جوي دي عشان هيبقى بطل وبتاعه فجاتي كسة كده هاي عندكت وسيلة عشان تروح وسيلة عشان اخش السانوي الجوي كده تمام عظيم فعاوز ما روح مكتوبة بشكل بشكل ايه احلى سيناريو في الدنيا اللي ربنا بيعي احلى سيناريو فطبع احاول بقى انت اي حاجة تانية بس في خط وفي رحلة مكتوبية ولما بتكبر بتفهم كل ده لانك الحاجات بتشوفها وبتاع ناس ليها وبتطم روحك بتطم لها وعشان كده انت بتوصل لمرحلة معينة انت بتعمل اللي عليك ومش فرقة معاك نتائج يعني مش فرقة ربناك هتبلاجي مش مهم انا عملت وخلاص وربما ده اللي بيخليك كمان بيشير من عليك الضغوط النفسية اللي هي سعبة بتبقى عائق رهيب في ان انت تنجح او متنجحش لانك جزء من تركيزك بتشلف ان انا حقق مش حقق الموضوع ده مهم جدا انت يعني قلت حاجة يعني مهمة جدا في البطولات كمان السبات اللي انفعالي ايه اللي بيخليك عندك سبات انفعالي كويس وإيه اللي بيخليك ان انت متزبزب وخايف او عندك رهبة فتضيع طعبك نفسي بيعرف الحتة دي ايه جدا هو قصة السبات الانفعالي ده هي لها قصة ولا يجي هزيل زهنية الله يعني من تالت اللي انت بتفكر بص مختلفة يعني فانا افتكر ان احنا مثلا في الاولمبياد دي كنت انا وكرم جابر عاديين في المطعم فاحنا عاديين بناكل وعملين نضحك الناس كلها تشوفوا شوشها كده وبتاع وقل لي نوكت وانا اضحك وهزر ومش قادر اصدق كنت ريلاكس لطريقة دي لطريقة تخليك تتخض بنين طيب جيتو ازاي بص انت عملت كل حاجة انا انا عملت كل حاجة كارم ممكن يكون دماغه يعني مختلف صح اه يعني كارم تفرنش مع انا شوية انا عملت خلاص انا عملت كل حاجة يعني انا 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 عملت كل حاجة معنديش تاني اكتر من كده فانت خلاص شغلت على مخك بان انت خلاص ان شاء الله انا هكسب اه وربنا هيكرمني وفي نفس الوقت لو ما كسبتش فانا دي اقصى حدود انا قدرت اوصلها لنفسي فيعني خلاص انا عملت كل حاجة فطبعا اه عاوز اقولك حاجة بقى مكانش حد يعرف انا كان عندي مشكلة اصلا اه في المعسكر اللي قبل اولمبياد يعني احنا كنا في اوكراني ده كان المعسكر اللي بجهزوه عشان الاخر معسكر احنا رحنا معسكرات دول اللي هيسافروا بقى اولمبياد اه لا احنا اولمبياد وكنا الستة مما الستة دولت رحوا كزا معسكر مع بعض كتير قبل اولمبياد ولكن ده اخر حاجة اخر محطة كنا قاعدين في الكريم في اولوشتف اوكرانيا وبعدين اه اللي هي بقت روسيا يعني ديها روسيا دلوقتي وبعدين طلعنا من هناك بالطيارة على اتينا على طول يعني احنا مجناش مصر وكنا احنا دلقنا من هناك على طول قا المعسكر ده معسكر غريب لو شفته انت هتحس انت عارف انت بتتفرج على فيلمي من الافلام اللي هي الملحمية ليه بقى كان فيه بلا روسيا منتخب اللي مسافر الولمبياد وكان فيه جورجيا وكان فيه اوكرانيا وكان فيه آآ 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 ليتوانيا بيتدربوا في اوكرانيا في نفس المعسكر كلنا مع بعض كانوا عاملين مفيش حلقات ملاكمة تستوعب العدد ده من الابطال كلهم ابطال عالين اوي اوي فكانوا عاملين ملعب كورة كبير مقطعينه بحبال عاملينه حلقات ملاكمة فانت بتتفرج كده على ملعب الكورة بتشوف كمية الفايت اللي موجودة وكمية العنف وكمية الدم وكمية انت بتتفرج على ملحمة وعارف انك بعضهم ممكن تقابله في الولمبياد هو هلعبهم وانا لعبت فعلا الليتوانيا يعني هو كم معاه في المعسكر وفعلا انا لعبته في البطولة طبعا في الولمبياد وهو في اوكرانيا عمل لي مشكلة فتح لحاج به حوالي 8 غرز قبل قبل المعسكر قبل الولمبياد اه شهر اقل اتتت سابعة ودي محتاجة اه برضو دكتور اه خبير في في القطع ده حقيقة بس يعني كان عندهم هم اه بلا روسيا كان عندها دكتورة كويسة اه فهي اخدتني وعملتلي حاجبي بشكل كويس مش خياطة حاجات كده بلاستر بتاع كان ساعتها بقى الحاجات يعني دي مش موجودة قوي عندنا يعني وزبطته بشكل معين قعد اسبوع وخلص بس انا عاوز اوصل لك حاجة مهمة قوي اللي انا هلعبه في الولمبياد انا لعبته وفتحت حاجبي طب دي برضو خبطة نفسية مش هقول لك حاجة بقى هقول لك حاجة بالعكس وانا بلعب معاه اه انا كنت عامل حسابي ان انا ممكن اقابله فطول الوقت انا ما بضربش طول الوقت عمله شيل وما بضربش مرة مرات يعني ضغط عليها شوية فروح تصس كده الدربة روح تحضنه يعني اكلني مش قصدي يعني دي مش ايدي ما تخافش انا طيب انا ايدي ضعيفة انت فهم قصدي يعني انت ليه لان عنصر المفاجأة مهم بك جدا دي ما يعرفش تبتلعب ازاي ولا بتلعب ازاي ولا قوة لكماتك عاملة ازاي يعني مثلا اللي كسبني كوب ايه اول ما دخلت المطش انا ضربت كروس وراها ليفت هوك عاوز اقولك لو جات في الحيطة هتوقها دماغه تشقلبت هو مش هو قاعد يفكر انا انا بقى فعما احلا هو قاتل له صدمة موقعش موقعش هو وحش وراك البطل يهي بتهد انك تدرب واحد بعزم ما فيكو باشي بس ده هي دي اللي كسبتنا المطش لانه هو تهز تهز نفسيا نفسيا هو مش مستوعب هو الضرب ايه هو انا عربية خبطتني ولا ده ايه يعني عبال ما يستوعب كنت سرقت المطش وكسبت المطش وتهز هو في الحيطة دي طبعا طبعا وتهز جميع انا حاجة قلتها ازاي مرة بس طبعا دي هي المثال الافضل اللي تقال هنا هو منقول بيقولك ان كل عنده للمطش هلعبه لحد ما ياخد ضربة جامدة في وشه كل ده بتغير دي حقيقة دي حقيقة انت اوقات كتير وانت بتلعب فيت انت ما تبقاش ولا شايف الجمهور ولا سامع الجمهور واوقات يعني هقولك انا كنت بلعب بطولة العالم في المانيا سنة من السنين وجات ضربة معينة وانا بلعب انا ما كنتش شايف الخصم شايفه مجموعة كده قصاد بعض يعني شايفه حوالي ستة قصادة بعد الضربة بعد الضربة ضربة قوية ودخلت جوه شوية فضغطت على اعصاب عينيه فحصل زغلالة في عيني وممكن هناك متلود ما ترجعش في وقتها طبعا طبعا بتاخد وقت طبعا فانا شايفه ستة قصادة او خمسة فطبعا انا هضرب مين فيهم انت مش عارف تضرب مين فبقيت انت عندك بقى فكرك او دماغك بتعمل ايه ما بدقيتش تضرب لان ممكن هنا وانت بتضرب هنا تضرب هو كات عشان لو عرج دا يخد دا يخد دا يخد دا اه انت فهمت او في الرينج بالزبط هتيجي حسب وفين بالزبط كده فلا وده زكياء برضو كل ده لازم تترجم يعني وكل ده بتبقى هي دي الخبرة يعني خبرة انك ضربته وضربته وقعته وقعته خبرة الموتوشة برضو بتديلك تقلي بصراحة ودربك اللي حكيت عليه ده كان بيفهم في حياتة الجهازية الزهنية وان هو يقويك من طريق ان انت انا هركز بشكل معين وان انا حتى لو الخصم اقوى مني انا قادر ان انا انافذ البلان اللي انا رايح بيها وان انا متهزش وان انا اوجد طريق ان انا اكسب مهما اه اطعراض من ضرب او من ازاي هل ساعدك في دا ولا انت عملت عملت الجهازت موخك ازاي طاعت هو مدربي انا يعني الحمد لله يعني انا بحبه لغاية النهاردة انا بترحم عليه باستمرار لان هو سعيدني بس هو البدايات عارف مدرب البدايات اللي اسسك كان عنده مشكلة ان هو مش مشكلة مشكلة دي كلها حلوة يعني هي دي النفعات في حياتي مشكلته ان هو عشان يعلمك تلعب جاب وكرس ممكن يقعد مرانك عليهم سنة طب ان عاوز العب هو كات لا مفيش عاوز العب قبرات لا مفيش كان ما جميع اللي محددها جاب جاب كروس جاب كروس جاب كروس جاب كلها ستريتات مستقيبات ستريتات وايه اه التحركات مفيش بقى سلبات كتير ولا تعمل اه دك ولا مفيش كده انت لا اما تشيل لا اما تعمل ده عشان يخلي المستقيب جزء منك من غير ما تفكر من غير ما تفكر فيها انا معرفش هو كان بيعملها ازاي او ليه وانا كنت بازع لان انا بتفرج على ملاكمة موضوعه ولكن كان بص انا بطلع المطش اه هو ينزل والمطش يبتدي عبال ما ينزل يوضع كرسي كان المطش يقف ما كانش حد بيكمل الثواني اللي هو اللي هو علمولي فهو لانه حجم التراكم المستقيمات بتعمل تكتلك اللقات على طول بصي اه بيقولك بالرسلي كان بيقولك اخاف من الراجل بيعرف حركة عملها الف مرة ولا راجل بيعرف الف حركة صحيح فانت كنت اتقنت كنت بتضربها بكل الزوايا وبكبه بفوليوم بكم بحاجبه ويدك مسترة بالصمت يعاوز تحدد يعني تضربها في اني ميلي في ده ان اللي قصادك هتضربها له كانك مسك ادوم وقاب بتخبط في في حتة من جبل من طول قوة ضربات وعدادها بيجي بيه جبل ينهار طبيعي دي حقيقة بس برضو هي يعني ايه مش مش عشان انت بتضربها كتير لا انت بتضربها صح وتضربها في المكان الصح والتوقيت الصح من الحجم برضو اللي انت عملت بها من كل الفترات دي انت بتعد تتمرن على الساند باج اه سنين انت عارف فطبعا انا يعني احبه عشان كده وكنت بازعل طبعا انا صغيرا مش فاهم الكلام ده اه مدرب اللي اثر فيا بعدي اه اه في انتخب مصر بقى كان مدرب طبعا اه اوكراني كان اسمه بيترو فيزاليكي مصر جابت اه مدرب اوكراني في الملاكمة طب دي حاجة ده عظيمة احنا مران مدربين المان وقرين وكوب ولا لا احنا طب ده اتحاد برضو اتحاد طبعا لا محترم محترم طبعا طبعا محترم وجاب ناس كتيرة اه شطار يعني ال بايس ان احنا نعرف ده لان احنا من بره ما بنحسش خالص بنفيز اتحادات معينة بفعلا بيحطوا قلبهم وروحهم ومخهم وورا اللعيبة بتاعتهم احنا عندنا بس مشكلة في قصة دي ايه هي احنا بنكرن نفسنا بدول كتيرة اه امكانياتها مختلفة فانت عشان كده انت بتحس ان انت يعني ما بتاخدش حقك وان انت محبط وان انت مظلوم وان الاتحاد ظلمك والدنيا ظلمك والبلد ظلمك انت قارن نفسك بنفسك هتلاقي نفسك ان انت كويس جدا والبلد بتعمل اللي عليها وبتصرفه كل حاجة كويس تقصد انك تقارن نفسك في حدود الدولة اللي انت عايش فيها ومجتمع اللي انت عايش فيها ومجالة الاخرى عاملة ازاي وانت مش بعيد عنهم اصلا وعاوز اقول لك حاجة زمان اختلف الموضوع عن دلوقتي يعني احنا زمان عشان تجيب مدرب ويمرنك وتعلم مهارات جديدة وكده لازم واحد ولازم انت تسافر كتير دلوقتي انا عاوز اقول لحضرتك ان كل حاجة بقت متاحة على الانترنت ده انا انا فاكر اقول لك حكاة كده فاكر احنا زمان وكده لما في حد عنده فيلم ثقافي نروح كلنا مع بعض نتفرج من شباب وبتاع ونعد كلنا وصاحبك مدكش الفيلم طيب احنا بقى ملاكمة كده كان عندي صديق ليه اسمه خالد عب حميد جونجر من زمالك هو كان نادي الزمالك لو انت لعبت في الزمالك شو عين وكان عنده مطش بتاع محمد علي وآآ فورمان اللي تلعب في زقير يا ربتش خرافة انت عارف الفيديوهات بتاع زمان دي اللي هي بتطلع من فوق كده وآآ فا يا خالد انا عاوز الفيلم اتفرج عليه لأ اروح معاك طب يا خالد ليه حبيبي ما انا اتفرج عليه هو فييجي معايا البيت ونتفرج عليه عشان ياخده وماشي يا سيدي طب ما تديني فرصة اسجله لأ ما تسجلش النهاردة وانت قاعد بالموبايل بتاعك انت بتتفرج على على كل مطشرة تاريخ الملاكمة كله من بدءه وكمان بتتفرج على مداربين كتير ومهراك كتير فتقدر تستنقي الحاجة اللي تناسبك والحاجة الصح اه اه الوقتي بس ده مكان شف يعني لا ايامنا مفيش مفيش واحنا ايامنا مكانش فيه اصلا تصوير ده الواحد لو كان عنده تصوير كويس يعني التصوير كان قديم يعني حاجات لسه وكان ممكن جزء متدريب كمان نسعب بيصوره التدريب والمدارب يقعد معاك على طبعا على حتى وانت عسنباج او انت على الميتس او انت في السبارينج ويقولك انت هنا ويوقف لك وقولك انت هنا اه 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 اذا راسك كنت عالية كنت ممكن تخيبت خلق نزل ده لك تحت اه يعني هيقدر يحلل معك مع تليفزيون شكلك اه كنت بطل اما كنت مدير فاني المنتخب انا كنت بحب اه انا بعشق الملكمة جدا اه بس في حاجة اسمها اه اه بنا برجلك بس هو في حاجة اسمها تعليم بالمشاهدة انت مهما تقول للولد اه انت ايدك بتسقط هو مش معهم هو مش شافهاش فانت لازم تصوره عشان تفرجه تقول له بص اللقطة دي ايدك نزلت فين تببص رجلك جتور بعض ازاي تببص الاستريت كوعك مش مزبوط يعني فمهما تقول بين غير ما توريله دي مشكلة تاني حاجة تعالين بالمشاهدة المطرشة الدولية والمطرشة الكبيرة تقعد مع المناكم تفتح المطش وتقعد تتفرج وتحلل المطش وتقول له لأ دي تناسبك ودي ما تناسبكش لان في مشكلة احنا سعب بنقل التقليد اعمى غير منوعة احنا بنقلت ايه يعني واحد يناسبه اللاكمة الطويل علشان هو طول دراعه كويس وتحركات في تورك بتاعته كويسة وكل حاجة يعني مناسب لكده دي لي بيسموه غابة ان آآ آآ زي بSLATEMIRUK لازم يلعب اللات مقصيدة واليده آآ قوية جدا تاسم قوته جايه من الوزن لانه بينئل كل ضربه وزنه كله لو هو وزنه 120 كيلو على 110 كيلو 110 كيلو رح ينفدقنك حانت أكن وكمان حاجة دانية تايسون ليه بيسموه الرجل الحديدي يعني أنا ما تيجي تسأل ليه الفكرة انه هم متخيلين ان انت لو شلت الهيكل العظمي بتاعه وحطت مكانه هيكل حديد هو ده ما كتاش قوة لكمة وخطورة اللكمة الناس اللي بتلعب معاه بتصعق تخيل انت شلت العظمي اللي جوه الكالسيوم ده وحطت مكانه صلب وبيجي لك ضربة اللي هيحصل انت فاهم طبعا يعني تايسون هل الحصول على مادليا أولمبية في الملاكمة او غيره يحتاج تفرغ اللي من العايز ياخدها يعني ولا هو يقدر يمارس يقدر يمارس حياته عادي وبلعب رياضة بس بلعبها بزمه أكتر محتاج التفارق ده مهم في الهواء لعشان اللي الناس ما تعرفوش أو معظم ناس تعرفوا انه أعظم إنجاز آآ رياضي تاريخي في العالم وأرقاهم هي المادالية الأولمبية طبعا يعني في ناس خدوا بطولات قبارة بعد كده واحد زي آآ حبيب آآ نور بن جدوف نعم بتاع الأمام ايه نعم هو عنده مشكلة إنه خد كل حاجة بس ما خدش نفس في المصارع مضبوط فيفضل عنده عنده تبجيل لفكرة صاحب المادالية الأولمبية فهل محتاجة تفارق أو دلوقتي بشدة المنافسة الموجودة حالين وتطور والتغزية والعلم ده محتاج إن انت اللعب لو حقيقي صادق إنه عايز يحصل على مادالية لازم يضحي لدرجة إنه ما بلعب ما بلعب بيشرب ويواكل ويقوم وينام ويفكر اللعبة دي ولا مش بالضرورة آآ هو في حاجة اسمها عمر تدريبي يعني النهاردة لما بنجي نقسم ملاكم بنقسم عمره التدريبي يعني أنا النهاردة لوئتي ولد عنده عشرين سنة شاب ولد تاني عنده عشرين سنة فممكن يكون الاتنين بيلعبوا فايت واحد يكسب ليه لإنه ممكن يكون اللي خسر ده لعب ماتش كويس جدا وهو عمر التدريبي سنة أو اتنين وده بقى له عشر سنين بيلعب فأنت فهم قصد فكرة فأقول لا ده بعد سنة أو سنتين هيبقى أفضل من ده بمراحل فالعمر التدريبي أنا شايفه بيفرق كتير جدا وساعات التدريبي اللي انت بتعمله في حياتك طيب الجزء اللي حضرتك كلمتني فيه اللي هو بتاع التفرغ ان انا متفرغ بقى لل اللعبة نفسها هل ده ضروري لا مش ضروري انا كنت في كلية عادي وكنت متخب مصر في نفس الوقت وكنت بسافر وكنت بروح وجايب جايب جدا فيه تجارة عين شمسي يعني تعرف من الكليات اللي يعني كلية الشعبي بس يعني وكان فيه مزاكر وكان فيه صعوبة فلا يعني يومك مثلا قبل قبل ما تخش على التأهيلات أو المتشاط أو المعسكرات التأهيل للأولمبياد يومك كان ماشي ماشي ازاي يوم عادي في حياتك بقى عامل ازاي السؤال ده عظيم اصلا مهم نعرفه اصلا مهم لو فيه حد بيسمع محتاج يعرف هو يوم ده بيعمل اما الصبح اللي بيعمل اول مرة حد يسألني السؤال ده انت هتخرج ولا هتتمرن هتنيح ولا هتنيح هتكون صح ده اهم يهم جدا لان اللي بتعمله في كل يوم هو اللي خليك بطل لو لا بس طيب انا هقولك انا كنت بشتغل محاسب في مصر انا عارف وكنت بعمل ايه كنت وقاعد في المركز والممبي في المعادي لانه كنت في انتخل مصر وكنت متجوز وعايش في الحسين يعني يعني ومراتي كمان ستي مش مصرية فانا الوحيد اللي بتعمل معاها مش اهلي يعني هم عاشين احنا عاشين في مرة واحدة بس انا اللي بتعمل معاها فمن فاش لسيبها وبالتالي ده برضو حمل عليك اكبر فهقولك اليوم كان باشي ازاي اليوم ان انا بصحى الفجر وانا في المعادي في المركز اخو ببعضي التمرين بتاعهم بتاع المنتخب كان الساعة تمانية مؤسكر ده الزامي ما انا هقول ما انا هغششك بقى لا محطش عرفه اه بتبتغرف اه انا هقول احنا عايزين نحمسهم لا ما انا هقول ما انا هقول لك ما اقول لك اللي حصل انا كنت بعمل اي بقى انا اخدها من من اول التمرين بتاع الصبح كنت بتمرن الصبح الساعة ستة الصبح في المركز معادي تمرين اصلا الطبيعي تمانية انا كنت بتمرن لوحدة ستة وبعدين اطلع اغير هدومي والبس واجري على المطار انا ما عنديش عربية فانا كنت باركب مواصلات من المركز الامبي للتحرير مكروباس واركب من المكروباس اركب اوتوبيس يوديني المطار وبعدين اطلع شغلي اكون معنا مكتبي تمانية ونص امضي بتاعه واشتغل وكده بخلص الشفت اه حوالي الساعة تلاتة لربع تلاتة لربع بالنوبصم يعني وخلاص احنا مشينا وانا بقى مش في معادي بالزبط فبركب اوتوبيس بقى اللي هو بتاع مواصل تاني يوديني التحرير وبعدين ااخد مكروباس من التحرير اروح لفين للمركز اولمبي تاني اه اخش المركز اولمبي خمسة لربع تقريبا البس في ربع ساعة لازم خمسة يكون واقف جوه الصالة مع الفريق لازم يعني اخرت دي اه دكتور عبا عزيز يعني كان هو المدير فني ساعتها فيا بس اه بالزبط اه وكا رجل ملزم يعني منتازي من رجل فكنا بنتمرن بقى من الساعة خمسة بنخلص حوالي الساعة سبعة ونص ساعتين ساعتين ونص التمرين الفايد بقى والساند باكجر كله فانا بخلص وبعدين اخد بعضي واطلع اخد الشار بتاعي وانزل اتعشى في المركز اولمبي واطلع اه واطلع عشان انا فانا بطلع واهرب ويمشي اهرب يعمشي وانزل على الحسين عشان تروح الاهلي فقعد وبعدين على الساعة تلاتة كده تلاتة ونص بالليل اخد بعض ويرجع المعادي عشان اتمرن اعدت على كده لا فترة فترة وكنت بتمرن جامل جدا وانا كمان من الاشخاص ليه بتتمرن ما بتعرفش تطلع يعني لو قلتلي مثلا انت اتمرنت النهاردة وسبت طاقة واحد في المية بطلع كله بص اقصى حاجة لغاية ما عنديش كنت كم سنة في الفترة دي خمسة عشرين خمسة عشرين ستة عشرين كده ستة عشرين برضو الريكافري كان برضو الحد كبير فعزها او تقريبا انا كنت وحش انا عرفت ان انا كنت وحش بعد مكبرت من الستايل الحياة ده مش بس انا كنت بعمل حاجات مش طبيعي ان حد يعملها جاي اولا تدريب انا عاوز اقول لك كل صحابي او كل زميلي يعني كان فيهم واحد مثلا بارعب الكريم كان بيسميني وبور وبور الحرط اللي هو بينزل الارض بيحريتها فانت النهاردة بتركب التراك مثلا انت بتجري بتسخن الصبح مثلا 15 لف انت خلص ال 15 الناس بتجري في السبعة انت فهم قصدي يعني انا انا مش دعو انا كده يعني انت فهم قصدي الفكرة فانا دلوقتي لما اجي اشوف الشباب واشوف نفسي انا دلوقتي انا بشوف نفسي وقارن اللي انا كنت بعمله زمان لا لا لانا كنت مش طبيعي الاكل انا عاوز اقول لك حاجة صغيرة جدا انا قبل ما اخش منتخب مصر كنت باكل الاكلة غريبة شوية عجوة بالفت طبعا دي كنت حاجة عظيمة بس خوب بلك بقى منك كمية 6 بيضات 10 بيضات بلدي مع كيلو عجوة مع الزبدة بخمس ترغفة وتتعشى بيه ومتشب كيلو لبن ده يوميا لان دي كنت اكلة يعني اكلتي اللي هي يعني البسيطة وانا بحبها وانا كنا بنشتري العشر بيضات بجنيه بجنيه بيش فرع قوي عند الوقت بصراحة بيت بلدي بيت بلدي فاجا اجرب مثلا اشتقلي بقى للاكلة دي مثلا نفسه يعني بكبيري مثلا لقمتين نصر غيف ولو كوملته دلوقتي اقول ازاي انا كنت بعمل كده ازاي انا كنت باته كده وازاي الواحد وطا يعني وحش وحش ومركز في حاجة واحدة ومعملش حاجة بتمرن اذاكر واكل وكادم حلوة بصراحة بص هي كلها حلوة الايام دلوقتي حلوة وزمان برضو هل العضلات فيه برضو حاجات كنت بقراها انه اللعب اللي عنده عضلات معضل واعتقدت حقيقة من هو المعضل اصلا اكتشفوا ان التعديل الكتير في الملاكمة العضلات بتستهلك كمية اكسجين مرعبة طبعا سهل قوي ان العيبي يتعب بسرعة الحمد اللي يوقف عضلاته فمهم انك تخلي العيبي يخلي باله انه بيعمل الجسم المناسب للرياضة دي مش مسألت انه عايز بقى قوي او الملاكي المفوضة بجسمه شبه روكي يعني احنا نوع العضلات نفسه نوع العضلات في الملاكمين تختلف تماما على نوع العضلات عند الناس مثلا اللي بتلعب جيم او بتلعب كمالاكساب احنا عندنا العضلات مطهندوا بنت ابس هنجل الياف الياف بيضة والياف حمرة الالياف الحمرة هي المسؤول عن التحمل العضلي الالياف البيضة هي المسؤول عن الحجم العضلي فاحنا كملاكمين عندنا الالياف الحمرة عالية قوي قوة التحمل عند الملاكمين مش طبيعية ليه تدريباتنا كلها ايمة على ده طب العضلات بقى اللي بتظهر عند الملاكم كدف مرسوم مثلا ودراع دي مش دي اعراض جانبية للتدريب مش ده الغرض يعني انا ما بطمرن مش رغتنا نعمل بايت كده شكله حير وطراي وكتافه لا لا خالص ومعقول اعترامي هو عمل زي اما قدت دايما هونا صغير بي وان لسه بلعب جيم حول كون عضلات وطعبان جدا في قصة دي فعدي على ارض بيبنوها فلاي البنيين والفعالية في منهم كان جسمهم محمد مش طب عضط ومشرخ كأنه ده ونزل في الخفيف ولا في الريشة ولا في الحديد هيكسب على طول ده من فكرة تكرار الحركة وحاجة تانية ومش بناء عضل لا وحاجة تانية كمان الراجل ده اللي هو اللي بيبني ده الفاعل ده اللي بيشيل وبتاع وطالع ونازل عضلاته احلى وافضل ليه هقول لك حاجة انا النهاردة مثلا خلاص دخل على الخمسين وخلاص يعني كبرت انا جسمي ما زال في عضلات ما زال ليه العضلات بتاعت الملاكمة ما بتروحش هي بتفضل معاك لانها متكلفة بتاخد سنين عبر ما تطلع انت اصلا ومش نتيجة انك هتطلعها اوزان خرافية لا لا خالص لا لا خالص خالص يا عضلات دائمة شابة فاكري زيما انهم يقولك يلعب سويدي اختفز بالعضل تفضل يلعب حديد هتروح منك فطبعا نوع العضلات بتاعت الملاكمين شوية مختلفة العضلة بتاعت الملاكم عضلة قوية سريعة فيها تحمل عالي فيها مرونة الملاكم مش بس منظر وجسم وكده لانه لا انت في ملاكمين عندهم كرش عادي وملاكم كبير معه ده بقى اللي انا كنت اسألك عليه لو شفنا مسلا ايام فورمن وكلي وفريزر والناس دي كان اكسامهم حلوة حلوة اه تعالى نشوف ابطال العالم في الوزن التقيل زي تايسون فيوري زي اه اللي هو اندريال اه لويز الزبط المكسيكاني نيكولايز الزماني اللي هو العملاق ده كلها اكسام تم ذاكر اه جدا لو شفت اكسام ده ده ما ينفعش يطلع على يعني ده ده عار انه يطلع على على حلة على حلة اللاكمة ليه تحول الموضوع حتى شوف لويز ده لما شفته لما كسب اه انتوني جشوة اه كالمنظر وحش مرعب مرعب اه زي ده راجل بس اه قوة اللاكمة بتاعته جدا وشرعيته جدا لويز خد اه لويز اه اي جاي جشوة جشوة خد ضربة هو مش مصدق هو الضرب ايه اه ليه الرجل الملاكم ده متكلف من الصغر وهو بتمرن بوكسنج ومتكلف هو ملوش دعوة بالاكل يعني ايه ملوش دعوة بالاكل يعني انت النهاردة هتلاقي بياكل اي حاجة صح حططله خنزير هيكله هو ملوش دعوة شوانت ابنها اه يعني ملوش يعني مش بعضلات وقوي جدا ولما تشوف حتى تاريخه كله قبل جشوة وتعرف طبعا بالمطش ده ولكن تاريخه جبار ويده كلها سريع جدا ولعيب وعنده فنيات وبيرمي ايده بجسمه صح يعني فاحنا مناش دعوة بالعضلات يعني اصبح الموضوع معاتش ملوش دعوة بالشكل ومن زمان على فكرة من زمان ملوش دعوة بالعضلات طب اقول لك حاجة اتفرج على روكي مرشان الابيض اه طبعا روكي مرشانه مخسرش ولا مطشف حاجة يعني الناس ما كانش عارفة ازاي يموت ده ولع بطيارة عشان يموت يعني في ناس بيعتبروه اعظم بوكسير في العالم في ناس بيعتبروه كده انت عارف ليه عشان طريق ما تغلبش لا في الناس كده ما تغلبش اللعب في مطشف أثناء حرب العالمية اعتقد روكي مرشانه ده بيقول لك ايه ايطاليا اه بيقول لك حاجة غريبة قوي هو أصل ايطاليا بس هقول لك حاجة قال لك لو انت حطت كل الملاكمين اللي ظهروا في التاريخ في اوضة ويفيتوا مع بعض مش هيخرج منهم في الاخر غير روكي مرشان لا بتغذر تحمل مش طبيعي عنده قوة تحمل رهيبة يعني انسان كن ندقنه دي حاجة اسمها الدقنة حديدية اه مر معي طريقة لعبة ما بتعجبنيش انا انا بحيبش طريقة يعني طريقة بلعب طريقة السحب كده بيصحب ما بيتحركش مش محمد عليك ليه ولا لويس ولا لا لا يعني طريقة لعبة وحش ولكن ايده جامدة جدا تحمل رهيب والفك الحديدي اه بناسبة بقى بناسبة ان انا هنبقول فك الحديدي فكرة دي حقيقة او الممكن بلعب عنده مهارة وعنده خدرات رهيبة وعنده تالنت لكن دقنه ضعيفة او بيسموها الدقن الزجاجية بمعنى ان هي اي خطة توقعه دي توقف كرير طبعا كان موقع اعظم لعيف العالم ممكن وكتير حصل كده يعني فيه ناس دي برضو جيناتية لأ 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 دي من قطر الضرب يعني من قطر الضرب يعني الدقني بتبوش حاجة اسمها الدقني باشت فيها كده انت النهاردة لما بتتضرب كتير وما بتحميش نفسك بشكل كويس ده بيحصل يعني محمد علي هتقصد الجلاس جو بيجي من من لك من كتابها لان الجزء العصب بيختل اي ضربة ضربة صغيرة بتوقع انت انت ما ضربتش دهز انت خدت بالك محمد علي كان برضو بيقول عليه دقن فول هزية دقن حديدية لان محمد علي كان بيوصل له كمان كبيرة وكان بيستحمل بس برضو هو ده اللي عمل له برضو المشكلة لانه كان دقنه محمد علي كان بياخد عارف زمان ما كانش فيه برضو يعني العلم في المنشطات والحاجات دي مفيش كان بياخد حاجات زي عارف انت ما تتضرب ما تحسش لما تتضرب بتقدر تكمل تقصد انه كان بياخد حاجات مو ده مش طبيعية مو ده مش طبيعية يعني 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 ماتش فورمن ده مثلا اللي قاعد يتضرب تسع جولات بكم فورمن فورمن ايده كم ده كده كل بفيش لعيب لعبه ما قالك محدش هتخيل قوة ضربة فورمن وص فورمن ده في عزه كان نواخد دهب في الولمبياد وبعدين فوتي طبعا نخد دهب وبعدين دخل احترافه على طول وكل منه كعود كان مخيف محدش كان برده يلعبه بص انا واحد من ناس ما كنتش ميصدق ان محمد علي كذبه ولا بنقدم توقع ده الوحيد اللي امن انه هيكسبه عشان كده وعشان كده فكرة اليمان بنفسك ما زالت هي اقوى سلاح عندك في تحقيق اي حاجة طبعا بص تعرف فيه قوانين اسمها قانون الجاذب مثلا صح انت شافنا يعني هقول لك حاجة غريبة انا كنت عارف ان انا هاخد فضة في الولمبياد مش دهب وانا عندي كم سنة وانا عندي خمستاشر سنة تخيلتها وفكرت فضة دي اغرب حاجة سمعتها فضة ازاي طيب اه كان بييجي الحلم عارف انت واحنا صغيرين اولا جالي جالي فكرة ان انا باباطل اولمبي امتى كان سنة ستة وتسعين كنت قدي كنت عندي تقريبا يعني ستة وتسعين اتكلم في خمستاء تلاتة واربعتاشر من عمر دك وانت عندك حلم كنت لسه بالعب كنت لسه بالعب ملاكمة مش بالي كتير وبعدين كانوا بيجيبوا الموتوشف في التلفزيون القناة التانية اولمبياد برشلونة انت عارف ازمانيا كانت قريبة البحر الابياد يعني ايطاليا والحاجة قريبة التصوير بيجينا على طول وقناة التانية كانوا بيستمرار بتاعها بالموتوشف بتاعت الاولمبياد فانا نايم عادي طول النهار ما بعملش حاجة ان انا عمالت فرج على الموتوشف بتاعت البوكسين ودي غيرت لحياتي على فكرة ومن هنا جال الحلم ان انا عاوز بباطل اولمبي فطول الوقت وانا بتمرن بيجي لك احلام يقزة وانت شاب صغير انت بتقعد تحلم اللي هو مهم اوي فتلاقي نفسك بتلعب وتكسب وتيجي قبل النهائي يعني كل ده بيدور في مخيلتك مش عارف اتخيله ان انا بكسبه وده عشان حصل لك اصابة في الحقيقة عشان كده انت معرفت تشوفه بأسر راجعي سبحان الله ده شيء بس عاوز اقول لك ده فعلا ده بيخليني قعد يعني انا بؤمن بحياة بحاجات تقول الجذب فعلا هو ده هو ده تيجي في الفاينال مش عارف مش عارف مش عارف احلم احلم عيني وانا مغمض كده عشان احلم ان انا رقم واحد دهب مش عارف ليه مش عارف ليه يا اه والله العظيم ده كان موضوع ده خلاني يعني سبحان الله يعني لو حبيب يقعد يفكر في حاجات كده كتير يعني بيستعجم اه قلت كابت محمد من شوية ان فرقت معك قوي انك تتف الفرجة مشاهدة المنشات الكتير وانت صغير طبعا كتحفيز وخل الدافع والعزيمة ولا مهارات شاهدت مهارات مهارات كنت بشوف المهارات تتفرج على المهارات مهارات يعني انا فاكر في القلبات دي انا اتفرجت على ولد كان من ارلندا الولد ده كان بيحط ابر ريت في البطل وبيطلع بيضربه اتفرجت على ماتشين ليه وقع به منوكاوت بنفس الدربة بنفس وانا صغير خدتها بقيت اضربها بقع لكاوت تعلمت حاجة من الموتشا وبعدين بقيت اقلدها وبتاخد الحاجة لتلقمك كمان ولتلقم جسمك ولتلقم حركتك وسعب بتجرب حاجات متنفعش متنفعش فتعرف لا انت بتتضرب في الحتة دي لا فده مش بتاعتك يعني انت كنت بتعمل مجهود لوحدك غير مجهود مع المدرب طبعا 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 او الضربة القضية هي الضربة القوية جدا جدا اللي هي زي في مدفع في ايدك نعم الظاهر او اللي بدأ يتقال في اوساط في الملاكمة وفي الامام انه مش الضربة القوية جدا جدا هي اللي بتوقع هي اللي بتنايم هي الضربة اللي انت بتشوفهاش عشان جهازك العصبي ما بقاش متحضر ليها بتحكي لا انت بتاع بوكس انا بقاشق البوكس البوكس يعني ده فيها جزء كبير جدا من الحقيقة يعني هي فيها جزء كبير جدا صح لانك الساعات انت عارف انت وانت بتلعب فيت الساعات بتخش تتدرب الضربة يعني انا ساعات وانا بلعب اخش اخد الضربة عشان اضرب حاجة فانا عقلي عارف ان انا هتضرب ضربة جامدة دلوقتي فبيستحملها طب لو هو مش عارف مش هيستحملها فانت عشان كده بتعمل فنتات صح الف انت كتير علشان خاطر تضرب حاجة غير متوقعة الفنت عشان اللي ما يعرفش في الملاكمة هي اللي هو بالبلدي التهويش يعني ان انا هابدو كاين انا هضربك في حاجة معينة بس اضرب حتة تانية في الخناقة بقى تعال اتخاني ايه بتعمل ايه يعني انا مسلا دلوقتي عندي مشكلة ومضطر اضرب حد يعني انا مضطر اضرب حد وما ينفعش اضرب حد ها ازي نفسي صح فبتعمل ايه النهاردة انت بتاخده مسلا بتقفل ايدك اليمين اكي انك هتضربه البوكس يعني وتخط له هك يقع لان هو شايف عقله رايح نحي يديه ان جاي له حاجة كده وياخد حاجة تانية حتى له صغيرة يعني ومن غير ما تقزيه او يا خلاص نعم بس ما هو ما دي حلوة برضو ها طبعا عشان ولا يورم بقى ولا يورم بقى ها تتسجن بزبط كابتن محمد الجلافز او القفزات هل هي لحماية الرأس الخصم من قبضة الغريم ولا لحماية قبضت قبضتك من نشفان الجمجمة بتاعت اللي قدامك عشان دي ملاخباطها ناس الجلافز عندنا في مقاسات المقاسات دي عبارة عن ايه اولا يعني مثلا احنا في الهوا الاوزاني التقيلة بتلعب ب12 اوينز الاوزاني الخفيفة بتلعب ب10 اوينز المحترفين بيلعبوا ب8 اوينز بص كل ما الوزن قال كل ما الخطورة على الخصم قوي كل ما وقدرته على على النوكاوت اكتر طبعا اللي ما فيش بادينج بيمتص طبعا وفي التدريب احنا لما بنلعب في التدريب المفروض بنلعب باوينز عالي يعني كسافة كبيرة عشان تحمي زميلك ده مش خصم ده زميل صح فانت بتحمي تحمي من الضرب فبتلبس بقى 16 بتلبس 18 علشان تحمي الراجل اللي بتلعب معاه في التمرين وبتلبس كمان الهيتجارد علشان خاطر الضرب اثره يقل على الدماغ وعلى المخ ما حصل لكش اصابة فانا وهل هو بيشيل جزء طبعا طبعا عشان عمري مفهمتك بيشيل طبعا بص اقول لك حاجة يعني النهارده الهيتجارد كويس الجيد مع الكلافز المزبوط 18 وينز ممكن يشيل لك 75% من قوة اللاكمة وازى اللاكمة فدي حاجة مهم وعشان كده انا عندي مثلا في الاكاديمية لو حد لعب سبارنج بدون اوقية انا ممكن امسك المدرب اعلقوا من رجليه صح واعملوا كده سند باج طبعا 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 وهي مش من مرة عشان برضك هي برضك اقول لحضراتك حاجة هي مش من تدريبة يعني البوكس مش تدريبة ولا اتنين هي عملية استمرارية انت كل يوم بتعمل فايد كتير فلو عدت مرة ماشي بس موضوع تراكم انت بتعمل في الشهر كام 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 دربة بيجي لك بتش عرف انه من اهم اا الحاجات اللي تخلي اللعيب اا قوي انه بتخطه في اجواء المباريات لان فيه محد في التدريب عظيم وفي المباريات العوامل النفسية انت مجرد بوكس ولا يحكي لا والله بخير ليش عربك بالتفاصيل دي عشان انا عشق مانا انا دورت عشان نفسي فعلا انا اهد مع سيلفر اوليمبيك دي ده شرف لي ولو مش هاخد المعلومات دي من هنا انا مع عمر يمع هو فعلا زم احدك بتقول كده هو فيه مدرب فيه لعيب تدريب وفيه لعيب متوشح وفيه لعيب اللي اتنين النهار ده عشان انت تتحط في مطش قوي لازم تكون عملت التجربة دي الف مرح عشان تعرف تطبق عشان كده اما بلعب الاولاد بنعبهم حاجة اسمها نمازج من الملاكمين بمعنى ايه اولا لما تروح تلعب في الهواء انت متختارش اللاعب اللي هتلعب وما تعرفش موصفاته هو طويل ولا عريض عنيف ولا زكي ولا ما تعرفش فانت كل ما كان عندك فريق كبير هتتعرض لكل النمازج فانت تلعب مع ده وتلعب مع ده ده تخب منه حاجة وده تخب منه حاجة وده تخب منه حاجة فهنا خبرتك بتزيد دي حاجة تاني حاجة الاولاد لما بتلعب فايت كتير في التدريب مع بعضه بيتعودوا على بعضه بعرفوا غلطات بعض وبيعرفوا امكانيات بعض فما بيجي لهمش الاحساس اللي هو بتاع الفايت معندهمش اللي هي حمى ما قبل المباراة ما عندوش احساس ان انا خايف النهاردة اخسر وشكلي ما فيش ادرانين بيتفرز عادي عادي تخيل بقى اقولك حاجة غريبة جدا انت النهاردة عشان بتتكلم على موضوع السبات الانفعالي انا النهاردة ممكن ولد عندي ملاكم كويس جدا يلعب مع ملاكم كويس زي يقطعوا بعض والولد يعني فورة وعد حلو قوي بطل العالم مش بطل جمهورية وجروح بطول الجمهورية يخسر ومع انه بيلعب مع ولد اقل بكتير جدا جدا من اللي كان بيدربه في التمرين دي قصة السبات اللي انفعالي احنا بنتكلم عنه فانت لازم تعمل ايه كل فترة لازم تعمل احتكاك تكسر له حدة تلهبت المنشاط والتراشر ضغط النفس في قصة المكان مسلا عندي ايه ان انت بيبعندك بعض فانت عندك هنا ناس وهنا ناس وهنا ناس وهنا ناس فلما تيجي تلعبوا مع بعض اكانوا بيلعب طبعا لا مش ببدلهم بخليهم يقابوا بعض كل فترة في مكان بيعملوا فايت فمستوهم بيعلى طبعا عندنا عندنا كزا حاجة عندنا في ناس عاوزة تبقى فايتر وعاوزة تبقى ابطال طبعا بزا انا وكنتش خليهم ابطال من اللي هيخليهم فلازم تأسسهم كده وفي ناس تانية هي بتلعب بوكسنج عشان هي عاوزة تلعب بوكسنج دافع عن نفسها او يعني بتلعب رياضة فده مش لازم بقى انا اللعبوا فايت طبعا وكمان مش لازم اضيع وقت التمرين في تيك تيك مثلا صح مش هيخود التجربة بتاعت الحلقة مجهوده هو كمان مجهوده كمان اللي هو جاي عشان والله ينور عليك فده مهمة جدا ان انت تعرف العميل او الشخص اللي جاي يتمرن سواء شاب صغير او راجل كبير او بنت هي جاية ليه هدفه ليه هدفه ايه ويتوصله له انت كده الشاطر واعتقد برضو من مهمة حضرتك انه لو في حد مش قيل هدفه او مطلخبط في هدفه انه بخبرتك تقدر توصل معاه هدفه الاصلي ايه وتحوده انت بتعمل حاجات نفس نفسية ابوية او نفسية احنا تقريبا صحرة احنا بمعنى ايه اوقات كتير قوي بيجي لك شاب صغير هو خايف هو اصلا هو مش جبان مفيش حد جاي يلعب بوكس جبان عشان تبقى يعني هيهرب مش هيلعب بس هو خايف وده طبيعي ده حد عائل سوي هيلعب فيت فخايف يتضرب ويدرق يعني مش بتاعته حاجة انت جل لسه بتدربه فانت بتعمل ايه اول حاجة بتاخده مش لازم تلعبه فيت خالص تخليه تعلم وشوية شوية تجر الرجله تخلي ايه رأيك تجرب فيت ايه جر تعال تحطه مع بطل وجه جامد جدا ولعب جامد جدا وتقولي الولد الجامد يا حبيبي صد بس اتعلم فنيات الصد ورقائي ما تردش فتخلي الولد اللي هو بيه خاف ومتردد تبتدي اكتسب صحة طبعا والتاني يزود مهاراته بالزبط وكمان اللي بيكتسب صحة مش قوي اوي عشان يأذي صح فالتاني ده بيتعلم وده بيتعلم فشوية شوية صحة نفسه تزيد فشوية شوية بيحاولز العفاء انا فاكر قصة كده غريبة اوي اول ما اشتغلت في الموضوع ده على عشرين سنة جالي ولد هو طيار دلوقتي طيار جالي ولد اول ملايب قاعد يعيط وبعدين خدت انا كده اه بعد ملايب ماتش كان لسه جديد بيكتشف ضعفه في مواقف زي دي فبتبقى ساعات كتئيلة على القرية ده ولأ هو كان شاب صغير ولد عنده تلاتاشر سنة لسه وبعدين بيلعب فخد له ضربة ضربتين فخرج من الماتش وبتاعه من تمرين قاعد يعيط انا خدته عادت اتكلم مع اسمه مش حاوزه الاسم بس هو اللي حصل بعد كده هو كان ملياني يعني كان مليان شوية عادت اتكلم معا شوية وكده ونتكلم سوا وبعدين ما بخلتوش يلعب فيت الفترة بعدية طويلة وعادت امرانه بس وعادت اخليه يركب بقى في الفايت شوية شوية وعاوز اقولك حاجة انه بعد سنة واحدة كان من اشرص واقوى الناس اللي بتلعب بتهزر الراجل ده هو راجل بقى خلاص هو بطل عشان خلاص بقى طيار فبيسافر كتير وحياته اه اه ولكن انا فاكرة واتمرن معانا حوالي بتاع ست سبعة سنين من اشرص واقوى الناس اللي انا شفتها بعد ست سبعة سنين انا بقى تحاول ده كابتن بالنسبالي شيء مبهر وملهم وغريب ازاي يتحول من ده لده الرياضة بتغير الرياضة بتغير صدقني ومن افضل الرياضة والبيئة المختادة نكون لكم رجال قوي طبعا و وصحابه هو شايف زميله عاملين ازاي بيتكلمه في ايه بيتكلمه فين اسرع من اقوى من عضلته احسن مين بيأكل كويس مين بينام كويس انت حطيته في بيئة كويسة تصلح ان هو تساعد ان هو يكون بطل وتساعد ان هو يكون راجل سوي خلينا اقول لك حاجة انا حتى في مكاني دوري الحقيقي او او التارجت الحقيقي هو صنائد بين ادم سوي يعني يعني قصة البطولة هتيجي وحلوة ولطيفة واكيد انا بحبها ولكن ده مش ركب واحد ركب واحد ان انت تخلق جيل محترم اللي انت بتتمنىه لاولادك انت بتعمله لولاد الناس فالفكرة الحمد لله احنا ربنا اكرمنا ساعد ناس كتير وعشان كده ناس كتير ساعدتنا برضو في حياتنا الحمد لله الحمد لله ليه بعض الابطال لما بيكون هم ابطال العالم وعندهم يقدر يحطوا في المحترفين يقدر يحط شروطهم على المنافس او اللي جاي حاولي ياخد اللقب منهم فبيشترط تكملت اللي موضوع اوزان الجلاف بساعد بيشترط وزن جلاف معين القفاز او كل مقال للوزن كل ما زادت الخطورة وكل ما تضربة باقت مضعفة خد بالك فحسب الستايل بتاعه هو يفرد اللي هو اللي هو عاوز سواء لو نقاط او هو اي نوع هو بيفرد لانه هو اللي متحكم هو اللي انت جاي تاخد مكاني فانا حط شروطي كل ما قال كل ما بقى موزي فبردو في مشكلة في بعض الرياضيات هتخيل انا النهاردة انا مسلا متخيل انا مش متخيل النهاردة ان انا بلاكي واحد مثلا غير كلافز يعني ما انت عرف حاجة دي برضي رياضة اللي هي اسمها بير ناكل او بس 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 دي مش رياضي لا مش رياضي في حاجات في حاجات كده مبالغ فيها من العنف وما فياش اي نوع من انوع الرياضة انا شايف لا الرياضة الرياضة الملاكمة دي الفني النبيل يعني الملاكمة دي فيها فنيات عالية جدا يعني وفيها فكر عامل زي شطرنج كده بتقعد تلعب ده بقى بيوديني في جملة مشهورة جديدة بيقولوها او هي قديمة انا سمعتها بيسموا الملاكمة the sweet science the sweet science طبعا العلم اللذيذ طبعا ان هو ان هو علم ان علمه فني طبعا ان هو مش موضوع طبعا خناعة ده هو فن طبعا الملاكمة طول عمراء كده sweet science فكرة سويت دي معناها ان هي الحال هي فعلا زي البليه يعني هي فعلا الناس بتفكر ان اللعبة دي فيها عنف هي طبعا اكيد لعبة فيها عنف اكيد لعبة قوية يعني ولكن هي فيها فكر اكتر ما فيها عضلات يعني مش واحد غشيم جامد عنده عضلات يخش يكسب لا ده ممكن يقع في منت ازاي بتقابله صح وده اللي حقيق قاله قريب مايك تايسون عنده بودكاست اسمه هوت بوكسن فلما كبر كان مرة كان جايب شوغر ري لينرد معي فكان معهم واحد مودريتر كده واحد بيدير الجلسة كده فبيقول له اني اني ملاكم الاخطر بيقول له تايسون تايسون هو ده باورهاوس طبع قال لهم الاسرع والادق مش الاق طبعا بعد سنين وصل اصلي خب بال حضرتك انا اسألك سؤال كده بسيط انا النهاردة لو قوي ويدك قوية جدا 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 وما بتوصلش صح 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 فاول حاجة طب لو هي قوية جدا جدا وبتروح في الماماكن الغلط ولا حاجة ولا حاجة فانت لازم يبقى عندك لازم بيسمعها نشانجي لازم تبقى ايدك عارفة مكانها بتروح فين يعني عشان ايدك تحفظ والممرات العصبية تكون فيها الكلام ده بتاخد وقت وهي دي بقى العمر التدريبي اللي انت تفضل تكرر 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 لغاية ما انت بتضربها وانت مغمد عينك انت عارف وعندك حاجة اسمها توقع كمان الملاكم لازم عنده توقع ويكتسب ممكن توقع بالخبرات ولا هي رد فاعل برضو في حتة لازم تكون عندك يكتسب وكمان انت بتدي للراجل اللي اصادك حاجة يعملها عشان يعملها بتوجيه في حتة معينة دي ملاكمة دي ملاكمة مسلا بنازل كده براحة بتأدي واحد لدقنك عشان يحطك روس لاني روس هتركب فانت مستاني ان هو يضربها ماشي وهو بيضربها روح ان تحت وتلقي نام بين رجلك خلاص وقع انت طمعته انت اللي ديته حتة النهاردة بلاش انا سعب اللعب ملاكم مسلا الملاكم ده او عارف مسلا ان انا قوي مسلا فاتولي المطش يجري مني يقرفني اعود احلق عليه هنا وهنا شغلانا فاعمل ايه ابتدى انا اسحب ورا اجيبه اجيب دهرنا للحبل عشان هو اللي يطمع وهو اللي يخش يهاجم عشان اقابله ولكن انا النهاردة هفضل اجري وراك يا عم بقى انت زهقتين ما ترسى انت فاهم قصد الفكرة وممكن تهلك طبعا 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 الجاستانج بتاعك او بس الاوزان تييلة كمان بتتعب بسرعة يعني كل ما زاد الحجم برضو اللي انت عارف يعني المسال طاقة اكبر فطبعا لا هي فكر الملاكمة فكر وخد بالك ده بيبهت عليك في حياتك الكسة بتاعت اللي انا براجل فايتر انا مش فايتر كده في الحلقة وخلاص ده اسلوب حياة انت ممكن توظف نفس الادوات دي في اي مشكلة في حياتك لا مش مشاكل بس البيزنس البيزنس انت النهاردة انا الحمد لله انا راجل بتاع البيزنس ورجل رياضي اه لا انت لولا الرياضة دي والصفات اللي هي حتطالك انت مكنتش هتنجح في حياتك اللي هي الشغل فدي مهم جدا جلد جلد والعزيمة ان انت ستملك نفسك في بعض الاوقات ان انت ما تتصرعش كان فيه عند مدرب الاوكران اللي قلتلك عليه غير لي حياتي او سعيدني كتير كان بيقول لي كلمة مهمة انا اول ما جيت الراجل ده استقبالني كنت انا جاي من بطولة عرب وقعت الناس كلها قضية ولسه جاي كان هو دخل مصر وما عرفنيش يعني هو دخل مصر مسك منتخب مصر بقى له اسبوع وانا جيت من البطولة عليه اه بقى حضرتك فهو مستني محمد رضا بقى اللي هو واحد جامل فوت قيل وكده فبعدي شوية كده قاعد يعني بعد اسبوعين ثلاثة كده فجاء لي يا رضا قلت له خير قول لي قال لي انت لازم يكون دماغك هنا تلج وقلبك هنا نار الله ازاي تجمع ما بين التلج والنار انت فهم قصد الفكرة فمش كل حاجة تقش تضرب بغنف وتوقع لا لازم تبقى مكر وزكي امتى تضرب وامتى تتضرب وامتى تعدد الماتش وامتى ما تصرش كل ده مش لازم لقصادك حتى لما وصل لك لكمة تردهار في ساعتها لا خالص ولمس يبقى كمين طبعا 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 فكلمة التلج والنار دي بيترو فازاليك دي دي الراجل الاوكراني اللي علمني يعني مناسبة التلج دي في الماتشاط البيكس مارش مارشل ارس الامام اي بالخبرة المشاهدات كده كنا بنعب بنشوف من شكل اللاعبين قبل لما يبدأوا اللي هو فيه فيه ناس بتبدأ كابتن ماتش تقريبا شكلك انها صحي من نوم يعني ايام هي فعلا بتنين انا لانه انت فعلا سعب بتعمل كده هو هادي لدرجة فالهادي ده بيبقى لوس بيبقى عضلاته من سابية حرقته فلود يا سيدي انت مدرب والله ويخب علي والله كابتن انت بيتول حاجات ماينفعش حد يعرفها انت هتنفسنا بعد كده اه صح اه لا حاجة ضرب ضرب بعض حاجة صح بتتعامل ازاي مع يعني انا انا اغلا عندي مشكلة دي لمكتبها لعب بوكسنج الزمان اه انه المبتدئ اللي ازاي لما هتضرب هتجيله اه مايغمضش عينه او مايغمضش بوشه قصة دي من اصعب الحاجات اللي بشوفها انك توانفتح وانت بتتدرب قصة انه يودي وشه حده تانية دي لأ دي مش ملاكب ده لسه مبتدئ قوي فده لأ يعني قصة ان انا اقبار بيش حاجة اسمها اغمض عيني دي قصة تعود انت النهار دا لما بتلعب على كرة السرعة ولما بتلعب على كرة مترددة اللي هي باستق فوق كده واستق تحكون مترددة لما بتلعب على السنطباكس لما بتلعب في التدريب في التعليمي فانت شوية شوية الدربة جايلك بتعديها هتغمض مرة اتنين تلاتة بعد كده بتقلي 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 خلاص بتختفي فده نتيجة التدريب مع الزميل ونتيجة التدريبات على الاجهزة بتاعته فقصة البربشة دي بتعدي اما قصة ان انا ودي وشي في حتة تانية لا ده مش بتاعبو ده معنى انه مش مش لعب مبتدى قوي او يعني مش مش بتاعته يعني لسه اه ايه تاني هل اللعب عشان تقدر تقول للرجل ده فيه امكانية انه فيه بطل جواه انه كملاكم هل لازم يبقى فيه عنده حد ادنى من الشراسة الطبيعية الفطرية يعني هل السنين دي مطلوبة ولا ممكن واحد يشتغل مع البوكس زي ما يكون بلعبات مطلوبة الشطرنج ومش لازم يبقى عنده الانجر او او الشراسة طيب زي ما اه 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 او السؤال حلو بس هو مش عشان الشراسة هو بص ان انت تتحمل على المستويات العالية للضربات وان انت تقع وتقوم تكمل فدي نواحي ارادية عالية اوى محتاجة واحد عنده تفكير وعنده حاجة خضها عنده حاجة بيدافع عنها حلوة اغلب الملاكمين الكبار ناس كبير اوي هتلاقيهم في اغلب الاحوال خارجين اصلاحية مثلا هتلاقيهم خارجين معافش هو ايه لي خليه الدربة ممكن يموت في ثانية وحياته ما تبقاش موجودة ومع ذلك بيعمل كده عاوز يغير حياته عنده حاجة اقوى من هو يموت انت فاهم قصلي فلازم انت وانت بتفكر برضو لازم تكون بتفكر كده يعني اولا لها جزء ايماني لازم تبقى اللي بيلعب ده عنده قناعات معينة سواء بقى عن طريق الدين او سواء عن طريق تفكير او احتياجاته علشان نقدر يكمل في حاجة اسمها تحمل الالم ودي من اهم الصفات اللي ممكن دي اللي انا قلت لك عليها روكي مارشيانو اللي هوحطوا كل الناس في قوضة واحدة مش هيخرج بينها غير روكي مارشيانو تحمل الالم وكس التحمل الالم دي عملوا احصائية قبل كده عن اكتر رياضة فيها تحمل الالم لقوا ان الملاكمين رقم واحد وكذبوا الناس اللي بتخوض الحروب اللي هي بالنار والرشاشات والحاجات دي كلها في وسط الحرب في موجهات اللي بيقولك الملاكم هو اكتر واحد عنده تحمل الالم الصفات دي بعد كده بتبهت على شخصتك كل حاجة ما بتبهاش هش بيقابلك صعاب كتير في حياتك في ظروف الاجتماعية صح والحياة في بيتك في بعض زوجتك مع اولادك مع بيزنس بتاعك مع تنسح بقدرة التحمل دي على حد طبعا وعشان كده بيقولك هو الغرض من لعبة الملاكمة هي تغيير وبناء شخص سوي قوي صدقني لو انا عرف انشرها في المدارس اكسم بالله لعمال لان مش شرط برضو كالدم ومش شرط الدرب ومش شرط البطولة يعني انا في قصة تنفسي عامل مشروع كده احكيلي علي لو مش هيتسرق يا ريت حد يعمله انا اتمنى ان حد يعمله اتمنى يعني هو حاجة اسمها ملجأ ريادي ملجأ الاسم اصلا خطيئ ده عبارة عن ايه عبارة عن انا النهاردة عندي مكان اقامة وصلاة تدريب وان الناس تكون في الانتقاء وتخوش وتلف كل الملاجئ اللي موجودة في جمهورية مصر العربية في الصعيد في اسوان وتشوف الاولاد الصغيرة اللي هوا من اول عشر سنين اللي عندها السمات الشخصية والجسدية انها تصلح تكون ابطال مثلا في لعبة الملاكمة وتخلي الاولاد دي كلها تاخدهم لملجأ واحد ما يعملوش حاجة في حياتهم غير انهم يمرنوهم ويأكلوهم ويعلمهم تعليم خفيف خالص يقروا ويكتبوا ولا فرق معايا تجارة ولا كلية ولا جامعة ولا فرق معايا الكلام ده دولة بدل ما هم في الاخر ممكن يكون بلا موقوطة تهد في المجتمع اصبحوا ابطال رفعوا اسم البلد اصبحوا جابوا فلوس لما هيحترفوا هيجيبوا فلوس الفلوس دي بتاخدها تصرف على هذا الملجأ وتكبر زي ما عملت في الملاكمة هتعمل في المصرعة حكرة عظيمة عظيمة انا شايف ملاكمة كمان عشان هي مخرج كل انواع الغضب المكتوم اللي قد يكون اصاب الطفل من طفلات بشع وظلم رهيب الله ينور عليك ما هو فبدال ما يواجهه الناس تانية والاطفال تانية زي ما بقول لحضرتك النهاردة ما كتعيش نخريك ايه ما هو نفس الابطال الكبار كلهم كده على فكرة لاما 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 زعيم عصابة زعيم عصابة اه يعني مثلا ما تيجي تشوف انت مثلا لستون يا محمد علي لستون ده كان زعيم عصابة ده لقوه مقتول في الفندو بتاعه كان بيطلق عليه كمال ان هو من المافيا اه ده لزعيم ده كان مصيبة اه يعني ما هو اصله هو لا ام يعني هو كان شكله مخيف بس كلاه حقيقة عارف ان هم هو كان عايز يلعبوا قبل المطش قبل من المطش الحقيقي تقيبا سنة ونص وصمم يلعبوا وليستن كان موافق لكن كل اللي حوالين محمد علي كانوا متأكدين ان محمد علي هيموت في المطش ده اه هو راح في الوقت فهم اكتشفوا ان هو عرفوا ان بيتشاقم ويتفائل وبيخاف من من الارواح والحسد فبعتوله الناس تقوله لو لعبت المطش يا رجل ده حياتك هتتغير الى الاسوأ وهتخسر كل حاجة فرفض المطش كل ده عشان يأجلوا ان ما يلعبش نفسه ما يلعبش بعدها وكان صغير برضو بس فعلا تدمر وبردو كالناس اللي قالت لك ده حياته هتتدمر تدمر يعني بزبط بزبط تدمر يا هو لا لا بس حاجة اللي بتكلم عنيه حلو اوي فكرة قوي بص فكرة وعندك مليون بقى شركة ومليون بقى رجل اعمال انا شخصية ناسي دي هتديهم الحلقات هدية والكرافزات هدية والسندباجات افرش نوم الدنيا كلها بباليش فكرة حلوة احنا كمان كابتن عشان في بلاد هي اقتصاديا اضعف مننا وعندها مليون مشكلة لكن بيعتبروا ان الرياضة دي هي نوع من الشرف لبلدهم والعلمهم والاسمهم والوطنهم ف ممكن البلد فقيرة فقيرة لكن بتطلع ابطال وهتلاقيها في افريقيا هقولك انا مثال صغير كنت مرة في اسيوبية اسيوبية دي بلد غريبة ايو على فكرة مرتفع جدا على البحر فانت اصلا بلد مش سهلة بلد خطر انت ماشي البلد كلها اي مع الشحات البلد كلها بتشحط منكم انت ماشي اه والله وبياكلوا البتاع اللي هم بياكلوه تحت سنانهم دولة اه اه حاجة كده مخدر كده حاجة بيضة كده ينضغوا فيها كده المهم اه انا في اسيوبية هم عندهم فندق يعني الكلام ده من زمان يعني تكلم من 25 سنة مسلا حاجة عندهم كان فندق وحيد كده اسمه فندق اسيوبية جوه العاصمة هو ده الفندق اللي احنا بننزل فيها تقريبا ما فيش اللي هو وبعد كده تحس نبالك ولا عشاش فكنا احنا بنجري اصحى الصبح مثلا كان بطولة كان بطولة موجودة هناك واحنا بنسخن بقى ونجري وبنتمرن طبعا في البطولة يعني فانا اطلع اجري كده مطلعان كده وساعة اللي ربع رايح مسلا وساعة اللي ربع جاي وانا راجع تملك كنت اشوف بيت كان بيت كبير كده اكبر بيت عندهم زي مجمع كده التحرير مثلا عندنا ومحضوط عليه صورة ضخمة جدا 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 لوحد بيجري حافي واحد بيجري عادي خدا وحافي فانا مرة واثنين وثلاثة يعني لازم انت بتحط صورة واحد يعني عادي ده تلاقي ده بس بطل اوليمبي فانا انتخيل من عندهم وطلع بطل اوليمبي من عندهم وبتاعهم وكان عنده مشكلة ليه قصة عنده مشكلة ان هو حضرتك طول عمره بيتمرن حافي عشان ما كانش عنده شوز فمش قادر يلبس جازم فالاوليمبياد ده لما لعب لعب حافي وكسب وكسب وبقى بطل اوليمبي من دولة فقيرة زي كان عملوا ايه بقى حطوا مثال للشعب كله بعد كده هتلاقي اسيوبيا مطلع كل الابطال فيها في الجري المسافات الطويلة زي الراجل ده عملوا عارف انت يعني مثال ليهم راجل منهم بسيط ومع ذلك حتوا اتغيرت وبقى راجل مشهور وبقى راجل معروف فعملوا امثلة يحتزوا بيها يعني اسف احنا ما عملناش كده لما عبطلنا الاوليوبيا مشكلة يعني فريح بنفرح بيه مفترة واحنا اكتر نس بتنسى بسرعة جدا بص ان انت تعمل قدوة ده حاجة مهمة جدا طبعا يعني خد بالك القدوة ده ممكن تغير حياة شعوب سواء بقى في السياسة سواء في الرياضة سواء بقى في الاقتصاد سواء يعني يعني احنا عندنا مش مشكلة بس ما بنعرفش نحمل كده والراجل حاجة بتقول اللي هتبنيه سواء جاي من في الملجأ او بتبنيه لانه جايلك بيدور على طريق وبتبنيه نفسيا وامكانياته الزينية والقدراته بتقوى وهو ده بيفتح بيت وبيربي اجيال وبيينقل تجربته دي فانت انت بتنشئ الاجيال اللي هي هتربي اجيال تانية ده انا هقول لك اللي اكتر مجتمع انت النهارده الناس زي بتلاقيهم بيبيعوا مسلا مناديل هتلاقيه مسلا بتحول لحرام في الاخر تحولتوا البطل حاولتوا الناس كلها بتسقافلوا معلش النهارده حتى ما بقول لك التعليم يعني مش مهم التعليم هو عاوزوا يقروا ويكتبوا خلاص ليه النهارده ملاكم بطل احسن من بياخد ماديا احسن من مئة الف مهندس ومئة الف دكتور مش معنا كده اني ملقباش مهندسين انتا كاترة انا اقصد نستغل الناس اللي هي ما عندهاش الزرفة مش موجود طب النهارده الولد ده وانت حطه في المالجأ طلعا مش كف طلعا مش كف هترجعوا تاني مش هتسيبش المالجأ ده غير للابطال بس اللي يستهلوا انه هما يبقوا ابطال فعلا دفعت بلدك دفعت الناس دي حطت امثلة كتير جدا في حياتك للجيل اللي طالع مئة الف واحد النهارده هشوف الشباب دي هو عنده امكانيات وما بحققش زيهم هيصعب لي نفسه هيقول لك طب شوف الولد ما عندهش امكانيات انت فهم اصلي فكرة طبعا طب فكرة فكرة وامكانيات من عندك وخدوات من عندك يعني النهارده لما حد يجي يقول لي مثلا كابتن محمد وانا ينفع ابو بطل عالم في الملاكمة اه تنفع حضرتك وانا ينفع ابا زي تايسون اه يا فندي حضرتك اه 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 ادر تدفع ادفع ما فيش حاجة ببلاش تاني حاجة طلع من عندك ابطال كانوا بيأكلوا برضو كل فولي الصبح عادي الزيت الحارب الطعامية الزيت العربيات اللي هو الطبيعي وزي الفولي وطلع ابطالي فالاخر الارادة هتغلب اي حاجة هتغلب دي كلمتي على فكرة يعني في المتي تقول ايه الارادة تتغلب على المهارة بزبط طول ما انت عندك ارادة هقول لك قصة غريبة جدا يعني احنا بتتكلم طيب هو كان عندي كان عندي واحد بينافسني ملاكم حلو قوي افضل ملاكم من وجهة نظري جابته مصر من نواحي الفنية كان ملاكم اسمه عمر مصطفى راجل بطل وهو صديق عزيز وراجل غالي عمر ده فنيا افضل مني واحنا بنلعب كان فنان وكان يسافر بطولة العالم جاب برونز في بطولة عالم مرة وجاب بطل وعنده خبرة دولية عظيمة اما كان بلعب معايا على طول انا بكسب ترجع ده للارادة انا كنت اراديا اقوى كنت بتمرن اعنا وعايز تكسب اكتر وكنت بتمرن بس عمر فنان بس لعبي يعني ايه لعبي يعني يعني معتمد ان هو يعني راجل فنان وراجل لعيب وكده انا مليش دعو انا بتمرن زي طور وحش بتمرن عنده هدف فعشان كده بقولك تملك الارادة تتغلب على المهارة سعاد ابني بيجي يسألني سؤال كده اقول لي بابا يعني انا النهارده انا سعاد عامل زي ما انت بتقولك كده وبقرأ مثلا كتاب وحاجة باش فاهم كل حاجة مش مشكلة ارادة تاني تالت رابع انا عشان حابب ان انا تعلم ممكن اقرأ الكتاب ده عشر مرات وكل مرة بفهمه اكتر هي دي كسة الارادة مش لازم تبقى زاكي عشان تبقى بزنس من شاطر مش لازم تبقى يعني مولود في بيئة كلها بقى رجال اعمال مثلا عشان تبقى رجل اعمال ناجح الارادة يعني مليون في المية لان في قناعة او في علق علق او علم النفس العلم الاجتماع يقولك انه مفيش اكتر من الموهوبين في العالم اللي محققوش ولا حاجة انه الموهبة عمرها ما هتشيلك الحظ الكويس برضو عمره ما هتشيلك لك حاجة واحدة هي اللي هتشيلك في الدنيا هي المسابرة والاسرار الله ينور عليك الحاجة الوحيدة الله ينور عليك واللي بيوصلوا فعلا في اي حدة في الدنيا هم اللي عندهم المسابرة والاسرار حتى في الموهبة كابتن موهبة حتى اقول الكتابة او التمثيل او اي حاجة اي حاجة انا منمتها واجتهدت ازاي وما يقاستش وعايزها قد ايه ده اللي بيفرق وكل حاجة وكسة الحظ الحظ النهاردة ممكن يخليك ناجح مرة بس ما يخليكش ناجح على طول يعني يعني خليك بطل في بطولة بس ما يخليكش بطل في كل حاجة يخليك ناجح في بيزنس واحد بس ما يخليكش ناجح في كل بيزنس انت فاهم قصة الفكرة فعشان كده الارادة اهمة بكتير ما فيش حاجة اسمها حظ انت اللي بتوجد الحظ او 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 بتكون جاهز للفرصة يعني انا النهاردة بنامي نفسي وما خدشش حاجة بس اول ما تيجي فرصة انت جاهز لها بدل ما تسيبك وتخبط على باب غيرك فانت تمالي تبقى جاهز لنتيجة الارادة بتاعتك والشغل على نفسك قول اخر لما انت بنقعد تحاول 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 فانت لو لو الحظ ده هو احد فرصة من مئة فرصة فانت ممكن تكون ترقل تسعة وتسعين الباقيين حتى لو حظك وحش هتقع في الواحدة الاخيرة للحظ اولا حاجة اولا حاجة اسمه العدل تمام بس تمام ليه يا خابتن فيه في الملاكمين حتى المحترفين ببقوا بسا ابطال عمرهم ما تغلبوا في حياتهم عندهم ريكورد بسا تلاتينا ثم يتغلب مرة قضية وعمره ما يرجع نفس بالقدم تاني وعمره ما يرجع نفس الفايتر تاني يقوم راكب سلوب راكب مزلقين حزايا متتالية وحتى لما بتشوف هو بالعب بتحس كأن في حاجة فيه خسرت في حاجة في روحه مش موجودة وفيه والتاية ومش هو الفايتر اللي انت عارفو هيا دي دا عورده بفاكرة الصلابة الصلابة الزهنية والجازية الزهنية طبعا عشان كده محمد علي اسطورة دا الوحيد اللي رجع من هزايا مخبارة عشان كده محمد علي اسطورة وورده خب بالك هتلاقي الابطال العظام اللي هما اسميهم في تاريخ اللعبة فورمان هتلاقي كده هوليفيد هتلاقي كده الاساطير طيسون مش كده طيسون لا خلاص عشان كده النهارده لما تشوف دي المنتالتي القوية بجد اللي فيش فيها فصال اللي هو تعرف ترجع من هزيمة وترجع تقوى بطلتين تخيل انت النهارده خارج من ماتش خسرانه واقع وبتاخد هدومك وطلعت اتمارة انت فيه من كده دا 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 مين اللي يعرف يعمل هاي و هاي هي طريق التفكير وقناعات شخصية انت بتبنيها في نفسك ومحدش هيبنيها لك على فكرة انت اللي بتبنيها وبتبقى جزء منك وفي حاجة تانية مهمة عاوز اتكلم عليها اسمها العادة العادة النجاح ساعات عادة انت النهارده ممكن تجبر نفسك انك تنجح نتيجة ان انت ملزم نفسك بعادات مصبوطة تفاهم لو انت بتقولي ما لما تكلم هبفهم في البوكس حاجة بتتكلم بالزبط كأهم المعالجين النفسيين في العالم وما بيقولوا بالزبط بالملي هو الاتنين مرتبطين ببعض يعني انت عشان تبقى بطل لازم يكون عندك قناعات شخصية وحاجات انت مرت بها في حياتك وعلى فكرة دي فرصة حلوة جدا انا قاب معاك مبسوط جدا ليه لاني انا قلت حاجات معاك انا عمر ما تكلمت فيه ومحدش قالها ومحدش فتحني فيها يعني محدش استفاد مش عارفين يستفادوا والناس كمان يعني اللي بيسمع ده وبتفرج على ده هيحتفتح له حاجات ممكن تكون اصلا جواه بس هو ما يعرفش طريقها ما يعرفش استعمل ازاي يعني وخدها من حد هو مش قاعد بيذاكر في كتب هو مر بدا عارف انت لما بكون انت مرت بالطريق وحارف مشاكله اولا حصل معاك انا مرب بكل التفاصيل بكل الاصابات عادي سنين طويلة بفايت وبلعب وبتمرن يعني انت عاوز توصل حاجة مهمة جدا ان حتى الشخص اللي مش شايف نفسه انه هو موهوب ممكن يقبق بطل والشخص اللي مش شايف نفسه انه هو زكي ممكن يقبق رجل اعمال ناجح والشخص اللي شايف حياته بتتدمر وجسمه بايز ويقدر يبقى انسان طبعا يحط لنفسه عادات سليمة ويبتدي يلزم نفسه بيها وتكون صغيرة يعني مش لازم يحط حاجات صعبة والله يا كابتن انا اقدر اقولك ان انا اه يعني اشتغلت على نفسي الفترة الاخيرة بالمنطق ده بالذات لانه انا برضو يعني بسمع بودكاست في ازاي تنمي نفسك وازاي تتغلب على الافكار اللي سلبية كلنا محتاجين نشغل على نفسينا كل يوم فينمي نفسينا طبعا فييقولك انه حتى شخص المهوق انا كاتب مفيش مفيش حاجة اسمها ان انت اه انا انا باكتب بالشغف مفيش حاجة اسمها شغف قالك الشغف والاشق ده مش هيجيلك كل يوم لا وما في صدقني مش موجود انت عارف الشغف ده يعني يعني معلش طبعا ياريت اه طبعا النهاردة ابني مثلا عندي شاب صغير من ولادي اسمه كريم ربنا يبارك بطل مصر في مراكو الستاشر سنة في سنه بطل مصر الحمد لله ومراكو محلو النهاردة لما ييجي يعني الستاشر سنة انت عارف سن المراحقة ومش عارف طريقه ومش لسه اهو مش عارف عواجز ايه اهو معرفش فاقوله مش مطلوب الله ينور عليك مش مطلوب منك تعرف التعاوز ايه بس هقولك حاجة اه طب يا بابا ادور على الشغف يا بابا ما فيش حاجة اسمها الشغف هقولك تعمل ايه خط لنفسك بعض العادات وامش عليها انت شوية شوية لما هتلاقي نفسك ناجح في حاجة معينة هو ده لو جالك شغف واكتشفته انت ربيت العادات اللي تخليك تعرف توصل بالشغف ده وهدفك وانا معك وانا معك فما تعودش تستنى يعني ما تعودش تستنى تقول ايه سنة واثنين وثلاثة طب انا شاطر فيه او انا عاوز ايه يا فندم اشتغل وانت هتعرف انت عاوز ايه اشتغل واجرب يعني يعني مدام بتعمل حاجة مظبوطة وحاجة صحة وحاجة حلال وحاجة كويسة هتلاقينا يعني انا كان عندي شغف من الملاكمة ابدا انت نجحت في حاجة فاصبح هو ده شغفك ورغبتك وحياتك اللي انت ما بتحبش اكتر حاجة في الدنيا اكتر منها امتى بعد ما انا نجحت فيها بعد ما لقيت نفسي فيها بعد ما جربت الاول محمة لالك ليه عنده في انترفيو مهم اوي فبيقول انا انا ما بحب انا اكتر حاجة بتحباش ايه التمرين طبعا لانه التمرين شيء قاصي جد مش ممكن تكون بتحب التمرين تحبه النهاردة هتحبه بكرة هتحبه وانت مش قادر تقوم السرير فاللي هيشيلك هنا هدفك اللي انت عايز توصله مش مش متعيتك الحالية مش راحتك الحالية انت الزام نفسك اكتشافت كمان ان ده اللي بيساعدك على ان ديك حريتك انك لو الزمت نفسك هتوصل لاهدافك هجيلك هبع عندك حر انك تاخد قرارات ارتعم الحقيقة بيت حر نفسك اقام معاك فلوس اقام معاك كرير اقام معاك ناس تتصق فيك محمد علي كان كلمته يقولك انا بكره كل دقيقة اقضيتك بالزبط كده بالزبط ولكن كنت بقول لنفسي قاتل وصبر عشان تكون الراجل اللي انت عاوز تكون الفكرة انت بتحب النتيجة فانت يعني اللي انا عاوز اوصله ان انت حضرتك مش لازم كمان تكون بتحب الحاجة اللي انت بتعملها وانت بتعملها الله عليك هو والله انت كانت بتسمع لنا بسمعه ده بالزبط بيقوله اللي انت بتقوله حرفيا ما فيش حاجة اسمها رفاهية احب ولا ما احبش ما فيش كده انت عارف انت مين وعاية ستوصل لايه انت بتعمل كل حاجة عشان تخدم على ده كل يوم كل يوم كل يوم في كلمة انا قارتها جلد والصبر والتطويع النفس كلمة قارتها زمان وهي علقة في ذهني قوي وانا عندي 13-14 سنة قارتها عن ملاكن بيتكلم بقولك انا اتمرن تحت اي ظروف من الم او مرض او اصابة فالقمة لا يحكمها غير قانون الغابة البقاء للاقوى الكلمة دي انا قارتها انا عندي 13 سنة وهي خفرت في عقلي وفي قلبي وفي حياتي وهي من الحاجات اللي غيرت لحياتي القمة القمة اللي انت حاطتها لنفسك مش القمة ان انت تبقى احسن من غيرك القمة ان انت تبقى احسن من محمد رضا دلوقتي ان انت توصل للي انت نفسك ربنا خلقك بايدين ورجلين وعقل وكل حاجة فانت تقدر توصل الكلمة دي مهمة جدا ولما كنت ابقى تعبان انا عاوز اقولك حاجة غريبة جدا انا حصل لاصابة احديت معايا سنتين بس اقولي الاول لما كنت تعبان عشان دي مهمة بيحت دملي لما بتقعب تعباني مشيات حصل لاصابة في ايدي اليمين في الرصغي هنا عاديت سنتين وانا بمنتخب مصر كنت حضرتك احدي سنتين اتعالج منها علشان تخيف ما خفتش وكنت ما بقدرش اضرب اصلا ما بقدرش اضرب على السندباج اصلا بايدي فما بقدرش اضرب جامد ولو ضربت حد ضربة قوية وصلت لوشه روح رضة في المنطقة بتاعت الرسط اه كان قلم رايب وعدت اتمرن وعدت اتعالج منها سنتين بكل السبل ومشان اللي كنت بتعالج كان المنتخب كان فيه حاجة اسمها الطب الرياضي وكانوا بيعالجوني ليزر وكل حاجة ممكنة ولكن ما كانتش بتخف كان قوة لك متي اقوى من الاربطة فكانت هي العملية للمشكلة دي فاللي حصل ان انا تلقائيا كده الحمد لله كنت بتمرن وكنت بتمرن اكتر بيدي الشمال فخلت ايدي الشمال زي ايدي اليمين اللي بتضرب الشمال زي اللي بتضرب يمين عمي انت بقى اللي تنجمده يعني انا طول عمر ايدي اليمين هيا اللي قوي جاتي هو مش هيفل راح يمين راح تحيانا خلاص هيزعل بالحديل ومع ذلك انت كملت تمالي كنت بقول لي نفس الجملة اللي انا كنت سمعتها تأدية التمرين تحت اي ظروف الم اصابة مرض ليه علشان مش اي حد هيقدر يعمل كده غيري مش كل الناس يعني صح الناس لما بيجي لها برد بتنام الناس لما بيجي لها اصابة بتقعد انت مختلف فانت لازم ربنا يدي لك حقك انت مختلف هي كمان مختلف في حاجة مهمة اوي وملهمة جدا انه عامة البخسيرات او الفايترز في العالم حتى على مستوى الاحتراف بيصلهم نوع من التوهان وقت ما بيعتزلوا نعم ومنهم ما بينجرف في حيات تلهيهم كانت مقدرات كانت خمرة كانت حاجات ميدية ومنهم ابطال نعرفهم وقالوا تجاربهم منهم ما يكتعزهم ما يكتعزهم الشجرية كل ناس وحتى ابطالي الاولمبيين زي حضرتك قولالين اوي اللي اعنا شفت او عرفت ان هم لما بطلوا المنافسة على هذا المستوى الاعلى في التاريخ من المنافسة اه اتناسوا واتناسوا وربما جرفتهم الحياة في حيات التانية ومنهم تهزم نفسيا من الحياة لانه كان بطل وفاجأة بقى انسان عادي وفاجأة بقى فينا السبايته لانه قضى وقت كتير اه في الرياضة وفيحصل له مشاكل مع نفسه ومشاكل مع عائلته اه حاجة عندك تجربة صحية وجبارة وعظيمة انك اه انت بطل اولمبي ثم اعتزلت بعد اصابة خلقت كارير وخلقت اه تجربة نكحة جدا وخلقت اه شركة وبيزنس ومؤسسة هي تدور على نفس اللعبة الحقيقة في وقت فيها نعم وقلبتها الى مؤسسة مش مجاربش الواحد جراح الى ملاكمة خلاص ومرا فيها لأ حيك تجربة دي مهم الناس طيب انا انت قلت حاجة مش عارف انت عرفتها ازاي برضو خلان صبعا عرفت ان انت يعني راجل خبير في الملاكمة انا معجب متين بالملاكمة معجب بالملاكمين كلهم بس عاوز اقول لك اللي انت قلته في ناس كبار جدا في مجال الملاكمة ما يعرفوش عنه حاجة ووضع انت مطلع جدا وبتقرأ كويس جدا حاجات يعني اهتمامات كتير القصة اللي انت قلتها قصة الملاكم وان هو حياته تتدمر وتتغير بعد الاعتزال دي نسبة تقريبا اكتر من 60% من الملاكمين بيحصل معهم كده وفي بعضهم بينتحر يلو بنزعة تدميرية هو الفكرة مش بس علشان الشهرة انه بيقبأ مشهور وكده لا هي مش كده هي ليه علاقة بالصحة وليها علاقة انك لما بتقبأ بطل كبير انت ساعات عندك احساس ان ما فيش حاجة ممكن توقفك ابدا في الدنيا وعندك صحة جبارة فعلا وعندك حاجات انت مش وفجأة وفجأة وانت في قمة صحتك تبطل تدريبك فجسمك يبوز وصحتك تبوز وما تقباش انت نفس الشخص اللي انت معود نفسك عليه فبيحصل ايه في ناس برة بيتجوه ان هما طبعا يشربوا مخدرات عشان يهدو او يسكاروا بقى وكلام من ده علشان يعني حياتهم بتبوز يعني بصراحة وفي ناس زي ما قلت لحضرتك ما عندهاش ايمان مش قادرة تاخد النقلة لما بتكبر في السن وتشوف نفسها زي ما انا اخونا بنتكلم انت دلوقتي بقولك باكل كيلو عجوة وبيض عشر بيضات وجيت اكل بتاعتيين ما قدرتش انا عارف ان ده طبيعي وان دي سنة الحياة وان انا خدت شغفي وحبي واردتي في حتة تانية مكملة للجزء الاولاني انا بكمل حياتي انا بكمل التطور الطبيعي العمري انت فهم قصد الفكرة بس حاجة كمان محافظة على نفسك بشكل ما شاء الله الله اكبر دي من الحاجات اللي الناس لازم تفهمها انك انت عندك انت عندك مسئولية كبيرة جدا ناحية نفسك كراجل كرب اسرة كمسئول عن ناسك حتى عشان تبقى انت انت عيش حياة لازم تبقى عندك الايجو عالي لنفسك شوية اناني وانك تستسمر اناني بص تحديد الاولوات في الحياة مهمة اولواتك ايه رقم واحد هالفلوس ولا الصحة ولا الاسرة ولا اولوياتك ايه انا بالنسبالي اولوياتي في الدنيا هي صحتي الله ممكن اخرج من هنا بحصل حاجة ده وارد ما فيش مشكلة بس انت بتعمل ايه اللي عليك فان انت تحافظ على صحيتك تاكل باكل مزبوط تنام بشكل مزبوط تتدرب تدريب يناسب سنك حتى التدريب العنيف في سن معين مش صح ده غلط يناسب سنك وتكمل الحاجة اللي بتحبها لنفسك ده حاجة مهمة لما انت هتبقى سعيد هتسعد الناس اللي حواليك يعني حضرتك دلوقتي انت قمت اتمرنت وجريت شوية وعبت شوية فانت خلاص طلعت كل الطاقة السلبية اللي عندك والعرق اللي بيطلع ده يعني بيطلع معا كل حاجة سيئة حتى الفكر السيئ بيطلع مع العرق ده مصبوط فتلاقي نفسك مبسوط فهتبسط زوجتك هتبسط ايالك هتبسط صحابك حتى الناس اللي شغالة معك انت ممكن يعملوا نفس الحاجة هي هي وتاخد اكشن مختلف كل مرة حسب انت مبسوط ولا لا فالرياضة ممكن تكون بتبسط بني ادم فانا اعتقد ان كل بني ادم لازم يبقى اناني شوية حاجة اللي بيحب اه لازم لازم يعني في حتة معينة مش انا يعني في حتة معينة لازم يحب نفسه عشان يعف يحب غيره تكوين بقى المؤسسة بتاعت كابتر محمد رضا الفكرة دي فكرة كانت غريبة شوية اه اه فكرة دي كانت غريبة ازاي انا كنت مرة في برنامج في التلفزيون اول ما رجعت من الوليمبياد وكان المزيع ساعتها استاذ محمود معروف لو تسمع عنه او تعرفه كان عضو مجلس شورى ساعتها او عضو مجلس شعب تقريبا وهو كان رجل كبير في مجال الاعلام الرياضي استاذ محمود معروف واحد الوقت طبعا انا كان ربناك كرمني باحمد وبرؤية فقال لي يا كابتن انت هتلعب ابنك احمد ملاكمة فااا استنيت كده شوهية قلت له اه هلعبه بس بطرقتي فرد علي قالي يعني ايه هي الملاكمة فيها طرق قلت له اه انا عاوز ابني لعب ملاكمة وعاوزه بطل بس من غير ضغوط عليه ما يتئذي من الملاكمة ومشاكل الملاكمة ومشاكل الرياضة بواجه عام فانا عاوز اعمل كده لابني انك اولا تخليه يلعب في البداية الملاكمة اي لعبة مش الملاكمة بس لها اضرار فاول حاجة عنصر الامان لو بيلعب فيت يبقى جايب له اوقية مختلفة عن اللي موجودة في السوق بكفرات بتفرق طبعا في العمر التدريب طبعا بتفرق تخيل انت النهاردة جايلك مثلا ضربة بوزن عشرين كيلو جايلك منها كيلو واحد فانت شلت تسعتاشر كيلو من قوة اللاكمة فوصل من لوعية الجارد نفسه الجارد والكلفز طبعا وكمان طبيعة التدريب والمدرب يعني ايه ازاي ما كنت بكلم حضرتك دلوقتي هلانا النهاردة ينفع اجيب ولد لسه ناشي وحطه مع رجل متقدم ما هي موته ازاي انت تفيد دا وتفيد دا ازاي تفيد الاتنين ازاي تاخد خير بتاع اللعبة دي والرياضة بشكل عام واي حاجة سيئة فيها تبعدها واولهم الضغط النفسي البطولات عشان تبقى انت اكيد لعبتي وعارف يعني لعبتي فالضغط النفسي اللي بيتم حضرتك انا كان قبل ما لعب البطولة انا قبلها بيومين ما بنامش ما بغمطش عيني ولا عارف انام ولا عارف وانا بلعب بطولة كهيرة ولا بطولة جمهورة وانا شاب صغير ما عش عارف مع اقتراب الموش طبعا الضغط النفسي بيبقى كبير عليك وده بيروح طبعا بالوقت وبالممارسة وبالتعود فبيحصل بقى السبات الانفعال اللي احنا انكلمنا عليه فأنا ايه اللي يخلي دي اضغط على ابني بالشكل ده ايه اللي يخليني ابني ممكن انا عاوزه ايه انا عاوزه راجل ساوي قوي سريع ลه تحطي في موقف يحمي نفسه بشكل كويس عاوز يلعب بطولة يبى بطل يبى بطل اا لو واحدة زمنتو في الكلية ولا حاجة دي حكي تعاليه ما يتدمرش نفسيا ما تكونش مواتية لي انه يبقى معاه فلوس وفترة معهوش فلوس ولا حاجة انا وقعت وقمت وبقع وقم وبقع ده طبيعة الحياة ولو ما وقعتش مش هدعف قمت القومة ولا فرحتها فالفكرة هو ده اللي انا عاوز اعمل فده اللي انا ابتديت اخده في مجال الرياضة وعمله في لعبتي وعملت حاجة بقى بان ارجع لابنك هنا ان انت عملت حاجة هي متخلصا تماما من الانانية لان فيه اباء كتير اللي هم كانوا ابطال كانوا ابطال او كان نفسهم ابطال ومعرفوش يحاولوا يتحققوا من خلال عيالهم او عاولين عيالهم دي يبقى زيهم كلك عندك الوعي ده بالطريقة اللي انت قلتها دي ده شيء متطور رفيع وانساني ووعي انا خد وقت كتير عبار ما وصله حقيقي شغل ما ناسمش فاهمه متطور الواحد نفسه بياخد شغل لاني انا كنت كده زي يعني انا بطل عالم فانا ابني هيبقى ايه والناس كلها شايفة ابني يعني مين ده مش مستنين احمد رضا هم مستنين احمد محمد رضا ابن محمد رضا هيبقى عامل ازاي بضغط نفسه في المقاطعة في الاحتراف العالم الاحترافي في ابطال عالم كتير جدا لحد موجودين لحد دلوقتي المدرب بتاعهم ابوهم كتير ده سيم حميد لسه ابنه اول المطش هتلعب لسه الاسواق جاي مع الراجل الاوكراني الملكم الاوكراني اه 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 الاوكراني فيك فيك لو وزن التقيل بلعب دلوقتي وزن التقيل بطل عالم هو كان خفيف تقيل وطلع تقيل وخد ده في الاولمبياد وبعد كده كمل كسب جشوة في اخر متوشة دي اه عليكساندر اسمه اليكساندر اه اه اللي هو عمدو عمدو ايوا بالضبط هو ده هو ده هيكسب هياك هيكسب ولا المطش جاي يكسب لا لا فوري فوري يكسب فوري يكسب اه اه فوري ده غريب اوي تصدق غريب كل حاجة فيها ابو مدرب بص فوري ده نموذج يدرس صدقني يعني ده ملاكم بمعنى الكلمة في كل شيء لو قعدت تشوف حياته وتعرض لمحن كتيرة وازاي وقع وازاي كان تخين بشكل كبير جدا وازاي كان بيشرب بشكل شريح وازاي حول حياته ورجع تاني ملاكم زكي انسان زكي عارف حقيقي المطش اللي كسب فيه بطولة العالم اللي هو الراجل الاسود بس الامريكاني هو اتبرع كان اعتقد كان تسع مليون جنيس سرلين اه اتبرع بالفلوس كلها لمنظمة اطفال في انجلترا اصلي هتش مالين اصلي هو تايسون فوري اصبح عنده وعي عالي جدا كبنى ادم بالمحن كبنى ادم هو بنى ادم مختلف على كل المستوات فهو وصل لحتة نفسية مش اي حد يقدر يوصل الله هو بيعرف يسعد نفسه خب بالك على فكرة انا عاوز اقولك حاجة صغيرة ده في الاسلام السعادة بتيجي من العطاء ده 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 مؤكد فهو عارفها بايلك فتايسون فوري ده يعني اسطورة فعلا وحاجة يعني يعني هايك هو هيكسب هيكسب يعني بس رجوعا بقى الى منظمة بتاعت حضرات انا عملت الفكرة جات لي من هنا من احمد وبتديت قلت طب يا محمد بقى انا نازل ايتكت احمد اه وبعد انه انا نازل من التلفزيون قعد تفكر يعني انا طب انا عاوز عمل كده ما اكيد ولاد ناس كتيرة ممكن اعمل لهم كده وممكن نحميهم وممكن نساعدهم وممكن نساعد نفسنا وبدأ جزء من البزن ما كانش في حاجة اسمها فمصر بوكسن يعني بوكسن خاص اكاديمية ملاكمة لا ما كانش ما كانش في مدربين خاصين بيروح بيوت بروح نادي كده ولكن ما كانش في يعني مركز خاص محترف لمنهج فالحمد الله احنا عملنا وكانت من هنا البداية وابتديت اجرب الموضوع ده في أولاد الناس وابتديت همش بي والحمد لله خد فترة من عارف انت اي بيزنس في الدنيا مش معروف انت مقلتش حد ما كانش موجود انت عارف بعد كده انا ابتديت ده 2005 يوفي ابتديها 2009 في امريكا في تكساس بعدها باربع سين وهي نفس الفكرة بس برضو لغات النار الحمد لله بعملها بشكل مختلف انت عندك عندك حاجة عاوز تقدمها انت فهم قصلي يعني اكيد ده بيزنس واكيد بنستفاد منه وعشان نقدر نكمل فيه ولكن انت عندك حاجة معينة عاوز تديها فتملي اللي بيدي لازم بياخد كل حاجة عندك ست فروع ما شاء الله سيطرتك اداريا وفنيا على عدد كبير من الفروع ده ده مهلك بل حاجة وتعطله نظام بص هو مهلك لسببين اول حاجة انت النهاردة بتجيب ابطال يشتغلوا معاك فبتجيب ابطال ابطال عالم وابطال ملاكبين كبار فهم ليهم فكر مختلف شوية شخصياتهم طبعا طبعا فانت عشان تغير طريقة التفكير شوية بتبقى مختلفة مجهدة كمان وغصبا عندك بتجيب بطل لسبب لانه هو وبيمرن بحط روح البطل في الولد عارف انت فيه فرق بين اللي تعلم بوكسنج عن طريق اليوتيوب والحاجات دي وفيه فرق بين البطل الحقيقي فيه فرق بين البطل اللي شكله حلو على سندباك بس هو لعيب سندباك وفيه فرق بين البطل الفايتر فالحمد لله احنا عندنا ابطال كتيرة بتشتغل معانا كمدربين فان انت تغير الفكر ده وفكرهم طبعا ده حاجة يعني مش سهلة تاني حاجة برضوك انك تغير فكر الاهالي الاهالي والابطال بمعنى ايه يعني انا مثلا من قيمة ثلاث سنين قبلتني مشكلة كده غريبة ايه هي ان فيه بعض الناس بيمرانوا بوكس بس بيمرانوا بوكس عن طريق التعلم عن طريق الفايت فيخلوا الاولاد تلعب مع بعض ويدبوا في بعض الاولاد بتبقى كويسة وبتتعلم بس على حساب حياتهم في المستقبل طبعا فطبعا دي مشكلة النهاردة يجي لي ولد مسلا يقول لي طب يا كابتن اصلا انا عاوز يلعب فايت كتير بشكل معين واو لاخره فاقول له ليه سيستم معين التزم بيه معايا فياخب بعضه ويروح يتمرن برا عشان نفسه يلعب فايت كتير فانا اعرف في ناس طبعا طبعا لعدت دراس جديئة جدا طبعا انا بعرف ده وبقول استوب وبكلم وليه الامر بقول والله انا اسف انا مش هقدر ابن حضرتك يكمل في المكان ليه لسبب بسيط لان الولد ده لقدر الله لما هيكبر هيقول انا لعبت بوكس ميني اللي لعبني بوكس محمد رضا صح وطلعت من اني مؤسسة لا اما يقول الله يرحمه لا اما يقول الله يكحمه فانت عاوز للناس لما تكبر وتكبر في السن تبقى سليمة وقوية انا النهاردة لغاية النهاردة بقول الله يرحم مدربي الله يرحمه يعني اش عارف اقولك ايه لاني خب بالك اللي زي اللي قعد فترات طويلة يعلمك طبعا لانه هو كمان كان في حاجة غريبة جدا نقولك عليها يا ابو سعب بس الراجل ده كان راجل تربوي وانا معرفتش قمته اللي ما كبرته وفهمت يعني من غير ما اعرف وما كنتش مبسوط وانا صغير من اللي انا بشربه منه صح انت متخيل بس لقيت نفسي بقى الليده يعني لقيت نفسي بعمل الحاجات اللي هو بيعملها صح فكان بيعمل ايه كان عندي مثلا ابطال بتيجي تلعب معايا في انت مدريب فيقول لي يقول لي يا محمد لعب براحة تدربش حد جامد فاقول له حاضر والعب براحة لغاية ما الولد اللي بيلعب معايا يوصل لضربة اول ما وصل لضربة اجان اجان روح لازم روح تطسه تدربتين ثلاثة من ايامه وعلاش دعوة هو بتانيش دعوة فيتخانق معايا ويتردني من التمرين فاروح وازعل ويجي بعدها التمرين اللي بعدها ما روحش فيجي لي البيت ويقعد معايا يقول لي يا ابني براحة دولة ولاد ناس ودولة مش مستواك ودولة امانة اهليهم بعتهم لنا امانة دي كلمة اخرية فمن فضلك انت النهار ده هتئذيه هتستفاد ايه لما تئذيه ده رقم واحد رقم اثنين لما انت هتلعب مع ده وده وتضرب ده توقع وتضرب ده محدش منهم هيلعب معاك بعد كده هو بيلعب بخايف فانت مش هتعرف تلعب فانت نفسك مش هتستفيد مش هتستفيد لانه خايف منك فمش هيعرف يطلع ايده فانت يا ابني لازم تئذيك ومش لازم تأذي الناس الاتنين هو عاوز يفيدك ويفيد ولادي الناس وعايش يربي فيك حاجة تخيل بقى اللي هو ربهولي ده هو اللي انا بعمله ده تخيل وانا ما كنت شاعة عارفين كنت زعلان منه يعني وانا صغير وانا شاب صغير ما انا عاوز عاوز اقسر الدنيا عاوز تستسرون بقى علي جيد واتمرن انا عاوز احس بنفسي انا وحش كده يعني فطبعا الاولاد اللي هم هايك قلت عليهم ببعضين لعب بسرعة فايتس نعم تدريجيا وبأمان انا عاوز اعلام فايتس كتير بقى ودم رأيك ورا حماسة ولا ورا اجراش يعني ورا ايه وهل ده مواصفات البطل بس نعم تخيال تخيال ولا واحد فيهم بقى بطل طب ده ايه بقى قصدي اللي دفعوا ايه في رأيك اللي ما عايز يلعب عايز السوشيال ميديا عايز يستعرض ويوقع حد ويتسوق وفاهمين طريق وفاهم طريق البطولة غلط هو فاهم طريق البطولة غلط وده يبقى خطر جدا ان هو بيعور واحد يأزيه عشان ياخد يعمل ومش كده بس الفكرة زي ما احنا كده بتتكلم على الدقن الزجاجية والدقن الصلبة الولد ده اما بيتعرض لضرب كتير في تدريبات كتيرة في جرعات لازم ملاكم ياخدها لو خد زيادة عنها غلط ولو خد قليل عنها غلط ولما بياخدوا الجرعة بتاعة اللاكم او الفايت ياخدها بامان ماينفعش ياخدها كده يعني انا النهاردة اسهل حاجة على المدرب يعرف يقعد يحط الرجل على رجل ويلا اولاد بيمسك السفارة العب وفايت ويقعد يتفرج يبقى مبسوط اول بيعمل مجود ما بيعملش حاجة صح يا سيدي يلا لعبوا ويديبوا في بعض ويتعلموا الاولاد على فكرة بيتعلموا عن طريق ايه التجربة والخطأ بس على حسابهم يعني على حسابهم لا لا كلام كلام دي زاوية برضو مهمة جدا جدا ولازم الناس تبص للمستقبل يعني ايه للمستقبل يعني انت كشاب دلوقتي انت مش هتحس باي حاجة من اي نوع بعد اللاربعينات بقى ان شاء الله ولا الخمسينات تحسي بشوية مشاكل وبتاع بس عباس انا النهاردة لعبت ملاكمة وعندي ابطال كتير صحابي وفي سني وشايف وشايف كل حاجة وشايف كل حاجة وشايف كل حاجة عشان كده انا تمالي بطرحها معنا مدربي ليه حماني حماني من نفسي وحمى الناس اللي كانت بتلعب معا يعني في الاخر انا بقيت بطل ما تقزيتش في حاجة الحمد لله ما عندش اي مشاكل من اي نوع الحمد لله فانا اقصد اقول ازاي ده طريق صعب ده طريق صعب للبطولة ولكن اأمن طريقة وطريق صعب برضو في ادارة مؤسسة لو انك فيها بقى مدربين كل واحد جاي بفكري بقى ان هو فايتر وان انت مش هتطرد استغنى عن الناس ممكن كان يحط اشتراكات لكن هم مش هيعيزوا نفسهم وهيعيزوا مؤسسة طبعا هيعيزوا نفسهم هو انا في الاخر الولد ده هو اتدرب عندي يعني هو محسوب علي انا فانا مش عاوز اشيل اي مسئولية وانا مقاليه زنب فيها عشان هو غلط في في اولادة عندك ممكن من خلال بيحصل لك متي طبعا طبعا كتير طبعا فمسلا عينه تزرق عادي يعني مش عايزها مش عايزها ده نقول لك موقف حصل افهم ده نقول لك حكاة اصلا امات على ولاد على ولادهم ممكن ام احكي لك قصة كده غريبة شوية من امية حوالي بتاع عشر سنين اتناشر سنة جالي ولد قال لي يا كابتن انا عاوز بابا طاله كده فاتمرن وتمرن وتمرن كويس جدا والده جالي عمره دي كان خمستاشر ستاشر سنة ووالده جالي رجل محترم جدا رجل اعمال محترم لي اسمه قال لي يا كابتن انا عاوز ابني يعني اتمرن وعاوزه بطل وكده وانا حابب ان انا ادعمه في الكصة يوقف معه طوله طيب بسيط حاضر ده الولد موهوب اصلا يعني ده هو كويس هو اصلا اه يعني هو اصلا مش مش اخد مجهود اصلا ده هو الحمد لله الولد كويس بعد ثلاث تشهر الولد لعب بطولة قاهرة فخد اول بعد ثلاث تشهر تانين سافر اسكندرية لعب بطولة جمهورية خد اول وخد بعضه خلاص وخد اول جمهورية وبعدها بسبوع كده انا بسأل الكابتن بقول له كابتن هو فلاني فلاني ايه فرحان بالبطولة واعد ايه 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 اتمرن بقى فقال لي طيب حاضر انا هكلمه بالتليفون فكلمه كده وكلم والده فوالده قال له لا ده انا عاوز الكابتن والله وعاوزك طبعا طبعا تشرف تعال فاحنا جايين بقى يعني قاعدين في المكان الراجل بقى هيجي يشكرنا ويجيب لينا جاتو مثلا ويقول لنا مرسي احنا عملنا جاي قال لي بص الموقف اللي حصل جاي قال لي يا كابتن محمد انا ابنه بطل ملاكمة فبقول له حضرتك حضر بطل ملاكمة ايه السبب يعني ايه اللي حصل عشان يبطل ملاكمة الولد بطل كاهرة وبطل جمهورية ايه لي خليه بطل دودة ولد عووب ولد كويس ويفسلتوش البطل الجمهورية دي موضوع مش مساه خالص لانه هو كويس يعني مش عشان احنا هو كويس فا قال لي والله اصلا هو جاله اصداء ولما جاله اصداء انا وديته للدكتور صاحبي عنده مستشفى اكس وعملنا له صنارة على مناخير والحاجب الانفي بتاعه فلاقينا الحاجب الحاجز الانفي اتحرك اتنين ميلي اتنين ميلي فقلتوه طب ثانية واحدة بس انا الحاجب اهو اهو كده كده حضرتك دي يعني يعني دي مش دي ميفهاش حاجة صداء ده شيء طبيعي ممكن نجيله اصداء في يوم يعني يعني من غير اصلا فايت ما ممكن نجيله اصداء ومحصلوش حاجة يعني ايه يعني ايه يعني ايه الحاجز الانفي تحرك اتمل يعني ايه دي انا اصلا اضربت واحد قلم والولد مقتنع بكده ولا هم اصروا عن ايه لا اصروا عن ايه اصروا عن ايه وبطل اه وبطل بس علمني درس في درس انا بص انا اي حاجة ما هي الخبرات بتيجي الخبرات بتيجي تتعلم من اي حاجة تحصل لك وخد بالك برضو البيئة الاجتماعية ليها عامل مهم في قصة البطولة وعلشان كده برضو اتكلمتك وقلت لك البالجة الرياطي تماما الاجتماعية بتفرق المجتمع اللي انت عايش فيه نوع الاب ونوع الام ونوع الحيلة هو البيئة الاولى هو كل حاجة وهو عايش فين يعني هو عايش فين برضو يعني هو بيأكل ايه وبيشعب ايه بيتعلم ازاي يعني فهم وبيشوف ايه قامل قدامه فهولك قصة برضو غريبة جدا مرة من مرات كان عندي بطل درجة اولى ولا بطل بطل يعني فبيلعب انا كنت راح بدوت الجمهورية للدرجة الاولى وعشان اسلم الاولاد الميداليات كان رئيس الاتحاد طبعا دكتور عبد عزيز راجل حبيبي وما بيتكلمني عمر ما بتأخر ابدا وده مجالي فروح اسلم الاولاد لو ده بفرحة فرحانة وكده فروحت كانت في الجيش ساعتها وبعدين بتفرج على الفاينال ابني الولد ده الشريف ده يعني بيلعب في بيلعب وزن كان خفيف تقيل الحاج بتكلم عندي دلوقتي والمهم لعب ماتش حلو اوي 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 اوكي وبعدين ما يخسر خسر خسروه بالنقط نقط ظلم الفرائك طبعا يعني ظلما ظلما لي لان انا كمان شافي النتيجة قصادية يعني انا شغلتي فطبعا انا اوه الوعلة الاولى زايلتي جدا من جوايا يعني يعني غضبت لان الولد حرام الولد بطل تعب اوصار انه يخسر يعني حرام اا وبعدين حصل انكلمتي يعني مسؤولي يعني بشكل بعين قلت له ازاي ده يخسر فرد على يقالي بس يعني الوضع مختلف الولد اللاعب ما ده بطل جمهورية برضوك وبتاع وعفش ايه اما شريفي يعني مش هنعرف يعني مش محتاج هو السفر ومش محتاج وقد كانت بس يا محمد هدخلو لك منتخب مصر وهسفرولك وان شاء الله هيبه كويس مهم يعني فانا خدت بعضي وكلمتي المراكمة اللي عندي وقلت له ما فيش مشكلة هنعملك تجارب تاني وان شاء الله تخش الولد اللي خسر الظلم وتتعود كل حاجة وان شاء الله التسفرير اللي جاية دي انت هتسفره فايه رأيك قال لي لا والله يا كابتان اسف انا مش فاضي مش فاضي ايه مش فاضي سافر طب تروح مع اسكر لا والله كابتان ما قدرش عسكر انا عندي حاجات كتيرة بعملها فما قدرش روح المعادي وعسكر ففهمت من هنا حاجة معينة الاحتياج ساعات مهم جدا للوصول للبطولة ماشي الاحتياج الجوع بكل اشكاله احتياجك انك تنجح احتياجك انك تسافر احتياجك انك تغير حياتك انت فلاقيت ان في بعض الحاجات الناس ما بتبقاش شايفاها وبيبص للظاهر بس ما بيبصش لجوهر الموضوع من جوا فانا بعد كده لو انا عرفت ان ان اللي تعمل صح تخيل فهمتك فهمتك انت فهمتين طبعا طبعا كان ضايع فرصة التاني وهو مرحش الله ينور عليك الله ينور عليك وكسرت التاني اللي هو عنده استعداد وجعان وعاوز يعمل عشان انت اصلا بالنسبة لك السفرية انت ممكن ابوك يسفرك هنا وهنا اصلا انت اصلا راكب بامايا ما عرفش بمعا يعني فده مش محتاج يعني للأسف الحاجات دي كمان بتبقى عوامل تحديات للناس اللي بتبقى مرتاحة مادية جدا مشكلة يعني في مقولة في البوكس برضو برا خلي البطل بعد ما بطل علي يعني يحارب رحلة مزهلة بحد ما بطل علي وبعدين يبتدي طريته تغير عشان جوع قال شبعة شبع جوع فواحد بقى منهم مش فاكر من قال جملة عمري من ستا قال لك اصل صعب قوي تقوم الساعة ثلاثة الفجر وانت نايم على ملايات حرير عشان تجري في الساعة ساعتين فلازم عشكدا الجوع ده مش كونش مرتبط بان انت عايز تحقق فلوس انت عايز تتنجح وتتضل هي بص عاوز تحقق حاجة ايه هي كل واحد ليه الحاجات اللي عاوز يحقق فواحد عاوز شهرة يعني نهاردة بص عمري وزر مثلا راجل ملياردير يعني بس الشهرة هو مجنون وهو لازم يقبر رقم واحد موجود على طول هل ده محتاج فلوس هل النهاردة مايوزر لو لعب بجد هيكسب ومستحيل مش عشان بس كده واعتقد ده اكتر واحد عمل فلوس في تاريخ لو جبنا كل اقتر علم مع بعض واكسبهم اه لا مجرم ده خليمي اسألك سؤال ما بين مايوزر وروي جونز والشوغر راي لينرد انا مزي دول اقتر تلاتة تكنيكا اللي كانوا موهوبين جدا من تفضله فيهم فلويد مايوزر روي جونز وشوغر راي لينرد انت انت شفت الموتوشة بتاع شوغر راي طبعا شوغر راي كان سطورة في زمنه صح فلو انا هقول هقول لشوغر راي طبعا يعني انا يعني الحكبة الزمنية كانت كان ببار فوقتها صح الحكبة الزمنية بتاعته اتفرج على الماتش اللي لعبه بتاع دريان مين يا سيدة انت استاذ شف اول ماتش خسر ازاي ماتش خسر بيطارية مهينة جدا شف تاني ماتش ودريان خرج اكنه عيل صغير انسحب انسحب من ماتش عارف ليه صدم العالم هقول لك ليه هقول لك هقول لك ليه اللي انت لسه ايله دلوقت شبع دريان فقير ما كانش فيه اي حاجة وفجأة بقى طيران بتستقبله ورئيس الجمهورية بيلف بيه والدنيا فاخر حاجة اقول لك اعترف بيها شجر لينرد لما كان قلت حقيقي طالع مع فهوت بوكس جماعة عند مع تايسن اه فبيقول له ايه اللي حصل في الماتش التاني قال لسه انا عرفت لما لعبته اول مرة ان انا مش عارف اكسبه ان الراجل ده قوي قوي بشكل في كل حاجة هو احسن مني في كل حاجة نعم فتحريت عنه عرفت انه هو بين كل ماتش والتاني هو كان بلعبه في وزن اه قليل جدا نعم بيزيد يا كابتن مسلا بتاع خمسة وتلاتين كيلو اربعين كيلو وبيلعب بقى كل لسانة مرة ويرجع عبليها من فترة يخسس ثاني ويتعم فقال لك الاحسن حاجة الحاجة الحاجة عبوا بعد يعم تستضب بسرعة ايوة فيضطر يخس بسرعة فسابه اول ما تخن وامرايح عرض عليه عرض قال له لا مش دلوقتي فامحطت له فلوس مرعبة ده مش هو ده دون كينج اه طبعا طبعا استاذ استاذ فنزل فخسس نفسه فخلص طبعا تاني حاجة تاني حاجة تعال بص كده على الجماعة المكسيكيين دولت ياه شبع شبع خسر تعال بص على الولد فوق التقيل اللي كسب جوشوة راح فين راح فينها ليه شبع اه الاحتياج ده من جوم ده من فقر رهيب راكب روس رئيس بالزبط اه طبعا انا ما قصدش الشبع فلوس رغبة وارادة انت فهم قصدي يعني يعني النهاردة حضرتك اما تيجي مثلا تبص على ماي وزر لو هنقول عن ماي وزر ما هو شبع عام بقاله كتير بس ازاي بيكسب ده بقى فرق ده فرق الحكيين عن بعض لانه طريقة التفكير بتاعته قبرة عنده الايجو بتاعه ماينفع شخصا اما تيجي يكلم عن محمد علي كلي يقولك انا الاعظم مش محمد علي كلي يقولك انا ركم واحد في الكارد ولو قعدت تشوف الاحصائيات والمتوش هيتلع هو وبالريكورز هيتلع هو كل حاجة كل حاجة فطبعا يعني كنت بتحب ناسيم محمد style بتاعه لا اصلي ده طفرة في حاجة عشوائية كده طفرة 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 ده مش ملاكم عادي ده طفرة طريقة الشو اللي بيعملها مبالغ فيها فانت برضو قبالك ما بتستمتعش يعني وانت مش فهم ايه اللي بيحصل وبيعدي بحاجات بمعجزات عشان كده وقع عشان كده وقع وما كان معمش بعد القصر تعالى بقى شوفوا دلوقتي عامل ازاي صوعية ايه شكية تخين قوي ايه اه اه انا عالف ممكن ممكن بس اه 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 بس انا ببساطة انك قلت انه ما عجبكش هو يبدو مبهر لكن تعالى فارج عليك بوكس ده اوو كان بيحاول محمد علي بس ما فيش محمد علي الناس مش فهم محمد علي ده ايه الناس يعني في بعض الملاكمين حتى دلوقتي لما بتتفرج عن محمد علي مش بتتكايف اوتهم بسط او مش هما مش فهمين لما يجبروا هيفهم تخيل محمد علي قصة طريقة لقب قصة محمد علي غير الملاكمة كان زمان اسمها يقول لك ايه الملاكمة في عصر الظلام وما بعد عصر الظلام يعني بعد محمد علي اتحولت لعصر اتحولت لفن لسرعة زمان تعالى تفرج على رجل مرشيان تعالى تفرج على دمس اتفرج الناس القديمة ايه الملاكمة دي مش حلوة وخب بالك النهاردة برضو عشان برضو في حاجة انت سألتني عليها وانا معرفتش ما قلتش الجواب السليم برضو اللي هو ما قلتلي طب انت شايف ليه ما فيش ملاكمين دلوقت زي محمد علي الرضا انا عاوز اقول لحضرتك ان النهاردة في ملاكمين حلوين المنافسة زادت العلم تطور تكنولوجيا التغذية اختلفت فيه ملاكمين يعني فيه ملاكمين كويسي وأسهل لهم دلوقتي من زمين حتى علم الملاكم نفسه التطور بشكل مرح ممكن تكون عايزة أقول لحدك هاجة ايه منظومة عاوزة تتزبط يعني عارف انت عشان تعمل بطل بطل على شوية معسكرات على شوية مدرب ابن حلال يقف جنبه عايزة تضافر عناصر معينة عشان يوصل ورقم واحد فيها هو وجود الخامة وجود البطل الحقيقي بجد البطل اللي من جوه في بطل تمثيل وفي بطل حقيقي من قلبه انت فهام قصلي تسعب بتطلع المطش انا مش عاوز خوفي الناس ملاك ما بس انت بتسعب بطلع بعض المباراة بقول لقاتل لمقتول انا مش هنزل الا وانا كذبان ما عنديش استعداد اخسر انا مره لحبت المطش في افريقيا كان ولد من الجماعة اللي هما بيشيلوا للشجر دولت واللي هما بيعملوا الحديد كده ده والحاجة ده حاجة كده غريبة كده ما ما حاجة ضخمة بص مطش ده ما صغارة اول ما لعبت هو هو طويل اطول مني بكتير وانا بلعب في قتيل وهو اف في الركن وانا اف في الركن لسه ما يعني ايه ما لتحمتوش عما سلمنا ورجعنا وانخش نعفى في البوكس الحاكم فانا لسه داخل انا معرفش هو فرد ايده هو في الركن جات فيها ازاي احس ان ييده طولها 13 متر يعني فجد اول ضربة ببص ليه دم اول ضربة فتح حاجة حاجة بتفتح اول ضربة يعني انت متخيل وانا معرفش بقولك يا جاتز يعني بتهت نفسين برضا يعني لوش حد صلت ما هقولك اللي حصل الحاجة المرحوقة في المطش وعمل مساحة دم وجاب الدكتور الدكتور رح عادت فشدين وحطي معرفش ايه كده اصلا والضربة يعني ماتش ياكمل كسبته 16 واحد ازاي جولة تانية وقفت الماتش كان فيه ساعتها قانون بيقول اما يبقى فيه فرق 15 نقطة اه ما كاملش يخرج عدم تكافر هي النقطة واحدة اللي خد اللي هي الضربة دي عملت ايه اولا هو مش فنان هو حد قوي بس بطيء مش يعني يعني فانا اللي لعبت وبيت اضربه واتحك عليه اضربه ومسكه اضربه واجري اضربه واجري في حال دي لازم تكون تقرب منه عشان طبعا 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 عشان طول الايد اه خليه افرد ايده واضرب كونتر قتاك خليه افرد ايده اصدها وبعد دالا اضربه حضرتك ده انا بعمل ايه ده انا بعمل الكاتش مثلا واضربه تلت ضربات يتحس به تلت نقط جايين في وشه زي الفل الرجل وشه قد كده اصلا يعني اه وبعدين بسلم عليه في الاخر بقى سمع الكوصة دي وانا بسلم عليه بحط ايده على ظهره يعني بطبطب على ظهره اه خطر من كده اه انا النبسوط في الاعيان شخص وانا جدا جدا يا حبيبي الى الاسلام لو حط الاعظم محمد علي ولا تايسون اه محمد علي طبعا طبعا يعني قولا واحدة في الاجمال في الاجمال محمد علي اقوى تايسون طبعا ولكن اجمال كملاكم يحتز به ويدرس في حياته كلها ومسرته كلها على المستوى الشخصي وعلى كل المستويات طبعا محمد علي خارج الحالة كل حاجة يعني كل حاجة اللي عايز يجي لك يا كابتن في اي من المنافس بتاعتك يخش على فيسبوك ولا يخش علي عندنا حاجة اسمها بوكسن اكاديمي اسمها ايه بقى محمد رضا بوكسن اكاديمي انا اعرف الحاجة على فيسبوك وعلى انستجرام عندنا في الرحاب في الشروق في شارتون في المؤطم يعني كزا ما كان في اي حد رعيب منه انت عارف المشكلة ان المشوار هنا وانت لازم تتابع لازم تختار وتتابع عارف انت يعني ايه لازم وإلا جابت محمد انا سعيد جدا 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 بالخاء كان نفسي فيه من زمان وبسط واستمتعت جدا وشرفتني وحاس ان احنا كده فيه حصل حاله بيني وبينك فخور بيه ده انا فخور اكتر انا بولك انا ومستني واحدة معك وهاجل حضرتك بعض مرة كده كلمك من فترة انا عاوز اعود معك من فترة انا اللي شرفت بيك وساعدت بيك يا رب يطلع دائما ابطال زي حضرتك مصر كلها تستمتع بيهم وتحتزي بيهم ويبقى لنا باع اكبر واطول وافضل في جميع الرياضات انا بحقيك على البرنامج الجميل ده واحدة لطيفة ويا رب تتكرر تاني ومبروك انا حتى الستوديو والقاعدة انا احسس انا اول مرة اقولي الكلام ده خبالك انت طلعت حاجات انا عمر ما اتكلمت فيها لان احنا بقعدين صحاب ومبروك البرنامج ده وان شاء الله يا رب تنجح وكسر الدنيا كلها بشكرك جدا الف الف شكرا اشتركوا في القناة